اشتركوا في القناة محطاتنا لنهار اليوم نبدأ بذكرى 66 لأحداث ساقيت سيدي يوسف المصادف للثامن في بري من سنة 1958 وهي شاهد على روح تضامن بين الشعبين الجزائري والتونسي في محطتنا الطبية سنقف عند موضوع مرضى داء السكري وصيام شهر رمضان هل يؤثر الصيام على صحة مريض داء السكري في موضوع آخر سنتعرف على التكوين المهني عن بعد طريق الشباب للولوج إلى عالم الشغل والمقاولتية بالإضافة إلى التخصصات الجديدة التي تم إدراجها لدورة فيفري 2024 في ركن المستهلك سنتعرف مع ضيفنا على تأثير البلاستيك على صحة المواطن وفي موضوع آخر يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب والذي سينظم ابتداء من يوم غد مبادرة تمكين الشباب والقيادة تحت شعار نحو ريادة الشبانية وفي آخر موضوع نقف عند دور ومهام فرق شرطة العمران وحماية البيئة بالإضافة إلى محطتنا الرياضية ومواجيس إخبارية على رأس كل ساعة لكن قبل أن نفصل في كل هذه المواضيع نتابع هذه الورقة للأحوال يلجوية مع الزميلة صبرنا العفي بوزيان ونعود لنستهل محطات هذا الصباح موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال نهر اليوم بإذن لا تبقى الوضعية الجوية مستقرة لكن مؤقتا بحول الله خلال يوم الغد سيطرع تغيير في الوضعية الجوية إذن ستصبح الأجواء مغشات خلال أواخر نهر اليوم نحو المناطق الغربية لتعلن عن قدوم اضطراب جوي تدريجيا درجات الحرارة خلال ليلة اليوم نغاية فجر أو خلال فجر نهر اليوم كانت سالبة بباتنا حيث قربت درجة واحدة تحت الصفر درجتين سجلت بالجلفة والبيض سبع إلى تسع درجات سجلت بالسواحل سبع درجات أيضا سجلت بغردايا خمس درجات بثمان راس واجانات وإحدى عشر كانت كآنا مقياس بكل من إنصالح برج بجي مختار وإنجزار بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظاهرة اليوم تبقى مرتفعة لكن مؤقتا بيت نمسان ستصل إلى 26 درجة مقاييس ما بين 20 إلى 24 درجة نحو السواحل في حدود 20 درجة بيتيزي وزو وقسنطينا لن تتعدى 15 بالجلفة جنوب 22 درجة ببشار بغردايا بإيديزي وثمان راس 26 درجة بأدراد ترتفع إلى 28 درجة بأقصى الجنوب للملاحة والسيد البحرين على اليوم البحر سيكون قليل الاتراب على كل سواحل رياح ضائفة على العموم ثم تشتد نحو السواحل الشرقية تكون متغيرة الاتجاهات بالنسبة ليومي الغد بحول الله هنا ننتظر عودة الأمطار بإذن الله بداية بالمناطق الغربية رياح قوية نسبيا ستميز المناطق الوسطى والغربية الأمطار ستنتقل تدريجيا خلال أواخر النهار نحو المناطق الوسطى تبقى جواء مشمسة على العموم بالمناطق الشرقية بعد الأمطار الرعدية ستخص صورة شمال الصحراء وكل الجنوب الشرقي درجة الحرارة تعرف انخفاض نحو المناطق الغربية تبقى مرتفعة بالمناطق الشرقية يوم السبت بإذن الله هنا الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية بكل المناطق الشمالية تكون أكثر استمرارية نحو المناطق الوسطى والغربية بعض الأمطار تبقى دائما نحو مناطق الجنوب الشرقي تحسن في حالة السماء تدريجيا بمنطقة الصورة ثم شمال الصحراء درجة الحرارة ستعرف انخفاض خلال يوم السبت يوم الأحد بإذن الله بعض الأمطار خلال الصبيحة تبقى تخص المناطق الغربية ثم تحسن ابتداء من الظهيرة وزخات من الأمطار الرعدية المحلية تبقى دائما تخص المناطق الوسطى وأيضا الشرقية بينما تحسن في حالة التقس نحو كل شمال الصحراء والجنوب الشرقي درجة الحرارة تبقى مستقرة مقارنة بيوم السبت وقت غروب الشمس نهاري اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 سمسان و20 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة يومكم سعيد وإلى اللقاء موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل أهلا بكم من جديد مشاهدين إذن نجدد لكم تحيتنا الصباحية ونستهل أركان هذا الصباح بركن أمان حيث سنتعرف على دوري ومهام فرق شرطة العمران وحماية البيئة ولتفصيل أكثر في هذا الموضوع أسعد باستضافة ضابط شرطة رئيسي السيد محمد رحيم عيونة رئيس فرقة شرطة العمران وحماية البيئة أمن دائرة زرالدة مرحبا بك سيدي وصباحك طيب شكرا بارك الله فيك مرحبا ربما في البداية سيد دعينا نتعرف على هذه الفرقة هو تخصص من بين التخصصات الكثيرة الموجودة على مستوى الأمن الوطني ماذا عن شرطة العمران بدأ باسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام لأشرف المرسلين فرقة شرطة العمران وحماية البيئة هي فرقة تنتمي إلى فاصلات الأمن العمومي هذه الفرقة أنشئت منذ سنة 1982 على مستوى أمن الولايات من أجل محاربة البناء الفوضوية وكذا المحافظة على جمال المدن بحيث تقوم بالتنسيق مع جميع المصالح المحلية والشركاء الميدانيين من أجل تطبيق الأنظمة والأليات والقوانين المعمود بها في هذا المجال لما نتحدث على هذا التخصص أكيد هناك العديد من المهام المنوطة بشرطة العمران والبيئة تتعدد على حسب التدخلات التي تقوم بها في الميدان ما هي أبرز هذه التخصصات التي تمارس من طرف شرطة العمران والبيئة ميدانيا شكرا على هذا السؤال شرطة العمران تنقسم إلى قسمين قسم العمران وقسم البيئة في قسم العمران تكمن مهام شرطة العمران بمراقبة البنايات رخصة البناء مدى مطبقتها ومدى مدة صلاحيتها أيضا عندما ترد تبليغات أو شكاوي من مواطنين عن بناءات بدون رخصة أو عن بناءات فوضوية على أرض دولة أو أراضي فلاحية تقوم عنصف فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالاتصال مباشرة مع المصالح المحلية التقنية الخاصة بالبلدية أيضا مفتش تعمير الخاص بالمقاطعة الإدارية من أجل القيام بخارجات ميدانية ومعاينة المخالفة وضبطها هذا من ناحية جانب العمران أما من ناحية الجانب البيئي فتعمل شرطة العمران على معاينات مع مصالح النظافة والصحة العمومية المتعلقة بالبلديات إضافة إلى ذلك تقوم بالقيام بمعاينة ميدانية عن كل ما هو موجود في الطريق العام من حيث عرض سيلة على الرصيف الحواجز التي تعيق ركن السيارات أو تعيق طريق العام إضافة ربما أنه كل ما يتعلق بأمن وسلامة المواطن على الأرصيف وحتى في الأمكان العام اليوم نعرف أن الجانب العمراني في الجزائر يتعدد ويتنوع هناك صيخ جديدة أيضا يتم إنشاءها من خلال المدن الجديدة إلى مذلك وأنتم متواجدون بأمن دائرة زرالدة ونعرف أن أكبر مدينة جديدة متواجدة بالعاصمة هي مدينة جديدة لسيد عبد الله كيف يتم العمل على مستوهاته المدن الجديدة ربما الأحياء الجديدة وبعد ذلك نتلطرق على العمل ربما في الأحياء الأخرى نعم بالنسبة للمدن الجديدة هي بنايات جديدة يعني ما نلقوش مخالفات بين أبد الرغساء أو تعدي على الأراضي نخدم فيهم الجانب البيئي أكثر يعني نلقا أصحاب المحلات يعرضوا عرض السيلة على الرصيف أيضا نستغلوا المساحات العمومية مساحات الخضراء كين وين يحولوها وين يديروا طبليط أو إنشاء مستطحات إسمنتية على مساحة خضراء من أجل وضع الطاويلات أو شيء آخر من هذا القبيل نقوم بالتدخل رفقة المصالح دائما رفقة المصالح المعنية من أجل وضحات لهذه التجاوزات كيف يتم العمل يعني ميدانيا نتعرف أكثر على هذا العمل من خلال الخارجات الميدانية والمعاينات التي تقومون بها كيف تتم مسألة التدخل تحديدا مسألة التدخل تكمن على جزئين جزء الأول يمكن أن يكون مبلغ شاكي أو إنسان مبلغ عن طريق يتقدم للمكتب أو عن طريق الرقم الأخضر 15-80 هذا الخاص بشرطة العمران؟ لا بالشرطة ليس هناك رقم أخضر خاص بتبليغ عن مخالفات خاصة بالعمران أو البيئة نقوم بتنسيق مع قاعة العمليات نعم، يحولون لكم مختلف التبليغات والشكاوى نعم، أو عن طريق تطبيق آلو شرطة أيضاً كان عدة تبليغات عن طريق آلو شرطة المواطن يقوم بتصوير المخالفة ويرسلها مباشرة للشرطة على هذا الأساس تتحرك شرطة العمران حماية البيئة بتنسيق مع مختلف المصالح من ثم الخرجة الميدانية من أجل صحة هذا التبليغ في بعض الأحيان يكون تبليغ غير كاذب إذا كان تبليغ صحيح تقوم بالإجراءات الميدانية لازم، نعم، على الميدان هناك آليات قانونية تعتمدون عليها خاصة في تدخلاتكم المتعددة نتعرف على هذه الآليات سيد عيونه طبيعة الحال العمل الميداني للشرطة على محماية البيئة يعتمد على آليات وتنظيمات منها قانون العمران وحماية البيئة وقانون البيئة أيضا القانون الجديد الصادر 23-18 في نوفمبر 2023 أيضا الذي يحدد وآخر قانون تم تحيينه الذي يبرز كيفية حماية أراضي الدولة من الانتهاكات بالبناء الفوضوية أو التسييج أو إلى أخير ما هي أبرز المخالفات التي تسجلونها السيد داعيونه؟ في هذه الأحيان أبرز المخالفات هي مخالفات بناء بدون رخصة أو عدم مطابقة لرخصة البناء أيضا سجلنا في أعوانات الأخيرة عدة تعديات على أراضي فلاحية أما بخصوص البيئة فهناك عدة تدخلات من أجل وضحات لأراضي سيلة على الرصيف والزوبستاكل العوائق المختلفة العشوائية التي تعيق المرة أو حتى السيارات نعرف أنه ربما في الأحياء القديمة والأحياء الشعبية يكسر مثل هكذا مخالفات كيف تقومون بالعمل في هذه الحالات؟ في حالة العمران بطبيعة الحال كما كنت وقلت سابقا تخرج لجنة تعمير مفتش تعمير والمصالح البلدية نقوم برفع المخالفات تصوير المخالفة نتم تحرير محظر مخالفة بناء بدون رخصة ثم الملف يبعث إلى السيد الوكيل الجمهورية وإلى رئيس مجلس الشعبي البلدي والوالي المنتدى من أجل اتخاذ الإجراءات أما في جانب البيئة عرض سلع على الرصيف أو الحواجز الموضوعة بطريقة غير شرعية على الطريق العام نقوم بإجراء إعذار أولي لمصاحب المحل من أجل رفع الحواجز ورفع السلع التي على الرصيف ثم من بعدها إذا لم يستجب إلى الإعذار نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي تتنص عليها المدى 440 من قانون العقوبة هناك أيضا إجراءات صارمة تقوم بها اليوم الدولة الجزائرية لمحاربة خاصة فيما يتعلق بالبناءات الفوضوية وإزالتها تماما إلا أننا نشهد في بعض الأحيان تواجد بعض الأماكن التي تنتشر فيها البناءات الفوضوية كيف تقومون على هذا المستوى خصيصا على هذا المستوى نحن فرقة تعتمد في عمالها على الخارجات الميدانية وعلى المعاينة يعني بطبيعة العمل تانا نقوم بالمعاينة وفقة شركاء الميدانيين يتم إرسال محضر إلى رئيس مجلس شعبي البلدي رئيس مجلس شعبي البلدي هو المخول لكي يقوم بقرار توقف الأشغال أو قرار الهدم أو أي قرار آخر يعني نحن نقوم بالمعاينة فقط ونرسل الملف نعم فيما يتعلق بالجانب التحسيسي والتوعوي اليوم أصبح أكثر من ضرورة خاصة أن الجزائر تسعى لأن تكون لها هنالك مدن نموذجية مع المدن الجديدة وحتى إعادة الاعتبار للأحياء السكنية القديمة أكيد أن الجانب التوعوي والتحسيسي الذي يقوم به الأمن الوطني لديه دوره ومهامه في الحد من مختلف التصرفات السلبية التي تؤذي البيئة من جهة وأيضا الجانب الجمالي العمراني للمدن الجزائرية بطبيعة الحال المدن العمل الأمن الوطني بجانب التحسيسي الذي تقوم به أصبح المواطن الجزائري يبلغ عن هذه المخالفات يعني شهدنا في الأونة الأخيرة المواطني يبلغ يتقدم يبلغ على الشكوى تعدي على العقار تعدي على البناء أيضا على البيئة يبلغ على كل شيء يعني المواطن الجزائري أصبح عنده ثقافة التبليغ وثقافة يعني يحب بلاده باش تكون على أساس في صورة جمالية حسنة نشهد أيضا بعض التسربات في بعض الأحيان للمياه التي تكثر أيضا هل هو في مجال تخصصكم سيد عيونة التبليغ في هذه الحالات نعم نحن في مجال تخصصين كل ما متعلق بالطريق العام يعني يكون تسربات للمياه أو مياه صالحة للشرب أو مياه صرف صحيحة أكرمكم الله بمجرد المعاينة نقوم بإرسال تقارير إلى المصالح المحلية ومن بعد نقوم أيضا بالاتصال بشركاء الميدانيين من أجل تصليح الخطأ أيضا عند رخص حفر الطريق من أجل ربط المياه كذلك نقوم بمراقبة رخص كأن بعض الأشخاص ما يكونش على عين برخصة أو ما يتقدمش لطالب رخصة من أجل شق الطريق من أجل ربط قانوة مياه صرف صحيحة أو مياه صالحة للشرب وحتى بعض الصيانات أيضا التي تكون على مستوى مختلف الطرقات الجزئية والفرعية وحتى الطرقات الرئيسية لابد من أن يتقدم صاحب العمل والمشروع إلى مصالحكم حتى يتحصل على رخصة لأداء هذه الأشغال الرخصة لا تقدم على مصالح شوط المرحمة البيئة وإنما يقوم بطلب الرخصة لدى مصالح البلدية أو من مصالح المقاطعة الإدارية للاختصاص وأنتم يعني تقومون بعمل المراقبة نحن المراقبة فقط ومراقبة وأخذ البيانات الشخصية لصاحب الأشغال من أجل في حالة عدم يرجع الطريق إلى حالتها الأصلية نقوم بالاتصال به ونديرونه محظر بأنه يجب أن يرجع الطريق إلى حالتها الأصلية ومدة الإنجاز تراقبونها أيضا سيد عيونة بطبيعة الحال بالعودة ربما في سؤال أخير إلى مسألة التحسيس والتوعية تقومون بمختلف الأنشطة المتعلقة بهذا الشأن في المرافق العمومية ربما المؤسسات التربوية هل تجدون هناك صدى لهذه الحملات التحسيسية سيد عيونة؟ بطبيعة الحال هناك صدى كبير في الأوين الأخيرة نحن نقوم بحملات تحسيسية لمدى خطورة غاز ثاني أكسيد الكربون يعني لقينا رواج كبير خاصة في دور الشباب التي نقوم على هذه المحاملة التحسيسية أيضا رفقة مصالح الحماية المدنية ومصالح بلدية وضائرة نقوم بخارجة ميدانية إلى منازل المواطنين من أجل اختارهم مدى خطورة هذا الغاز ومدى إصلاح تجهيزات الغازة ربما في رسالة أخيرة سيد عيونة نتوجه لكل المواطنين للحفاظ على الجانب العمراني الجمالي لمدننا المتعددة التي تتميز يعني كل مدينة تتميز بطابع عمراني خاص بها حتى نحافظ عليها نحافظ على البيئة ماذا يمكن القول في هذا الشأن؟ يمكن القول في هذا الشأن يعني أنا نصيحتي للمواطن الجزائري ما يقومش بأي أشغال بدون رغصة أول شيء عندك أشغال من حقك تقوم بالأشغال من حقك تبني من حقك تربط قناة المياه من حقك تربط قناة الغاز أول شيء أطلب رغصة باش تكون محمي قانون أطلب رغصة واخدم وربيعه شكرا جزيلا لك إذن ضابط الشرطة الرئيسي سيد محمد رحيم عيونة رئيس فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن دائرة زيرالدة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل شكرا لكم ونشكر التلفزيون الجزائري على حسن الاستضاءة مرحبا مرحبا سيدي مجاهدين ابقوا معنا متواصلون ومحطات هذا الصباح بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا المشاهدين إذن تحييي الجزائر اليوم الذكرى السادسة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف والمصادف للثامن من فيفري سنة ثمانية وخمسين وهو شاهد على روح التضامن بين الشعبين الجزائري والتونسي كما كانت محطة فاصلة في تاريخ ثورتنا المجيدة وللتفصيل في هذه المحطة وهذا الموضوع الهام أسعد باستضافتي الدكتور محمد شريف سيدي موسى أستاذ التاريخ بجامعة العفرون ولاية البوليدة مرحبا بك سيدي وصباحك طيب صباح الأنوار وأهلا نبرك الله فيك الاستضافة سيدي مرحبا سيدي موسى ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف هو نضال ورمز لنضال مشترك بين الشعب الجزائري والتونسي وعلاقات أخوية ونموذجية أسست لها هذه المحطة الهامة في تاريخ ثورتنا المجيدة كيف يعني في البداية ما هو السياق التاريخي الذي جاءت فيه هذه الأحداث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشعف المنصالين دعيني سيدتي أشكرك على هذه الدعوة الكريمة مرحبا أهلا ومن خلالك أشكر كل إطارات هذه القناة المتميزة التلفزيون الجزائري الذي تعودنا على إحياء التاريخ الوطني والذاكرة الوطنية سيدتي الكريمة نحن اليوم كما ذكرت آنفا نحيي ذكرى مآثر ومخالد لتلاحم شعبين شقيقين وهو في الحقيقة شعب واحد وهو الشعب الجزائري والشعب التونسي جمعتهم المآسم والمصير المشترك في ذكرى مأساة وجرائم فرنسية وقعت في ذات يوم 8 فبري عام 1958 سيدتي الكريمة حتى يتضح الأمور أكثر للسادة المشاهدين نحن نعيش أنذاك الجزائر تعيش في مرحلة الثورة التحريرية وقد انطلقت الثورة منذ أكثر من أربع سنوات والثورة الجزائرية بقيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني قد حققت انتصارات كبيرة فلن تعود الثورة كبدايتها في عام 1954 نحن نتكلم عن إنجازات على المستوى الداخلي إنجازات عسكرية قوية وقوية جدا يقوم به جيش التحرير الوطني وانتصارات دبلوماسية وسياسية على المستوى الدولي الرأي العالمي أصبح يعرف ما يقع في الجزائر أنها قضية شعب يناظر ويكافح من أجل تقرير مصيره واستجاعي سيادته فرنسا لم تعد تقول أنها ستقضي على الثور الجزائرية وأن بقى إلىها ربع الساعة الأخير أو أنها فرنسا كما كانت تقول في البداية أنها خطورة أو حركة متمردين أو قطاع طورق وإنما أصبحت المسألة واضحة حتى لمجتمع الفرنسي وحتى للقادة السياسية العسكري الفرنسيين بأنها هي ثورة شعب على الطريق الصحيح ولكن الاستعمار الفرنسي كحادته وكعادة الاستعمار والاحتلال الأوروبي وغيره دائما يناور ويلعب الأوراق الأخيرة ويركز وكذلك على الحل العسكري نحن نتكلم الأخت سيدتي الفاضلة عن عام 1958 كانت شديدة على الجزائرين شديدة وشديدة جدا رغم أن الثورة مشات ورغم أن مؤتمر الصوم حقق نتائج باهرة ولكن كانت وطعته على الجزائرين كثيرين الشيء الذي يدخل له في الصلب الموضوع هو أنه في عام 1945 سيدتي كانت الثورة متمركزة أكثر في منطقته المنطقة الأولى ولذلك وجدنا المناطق الحدودية من الجزائر كثير من الأوسر الجزائرية لجأت إلى التراب التونسي ونحن تكلهم عن وطن واحد وعن شعب واحد نظرا لتلك القصف وذلك التدمير الذي آلت إليه الفرنسية فكانت فرنسا دائما تنتقم من هؤلاء الجزائريين وحمد تمن تونسي يعني ليس المرة الأولى تقوم فيها الفرنسا بإبادة جامعية ضد الجزائر والتونسيين ولكن هذه المرة أصبحت شافت رأت بأنه أصبحت القواعد الخلفية جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير في التراب التونسي أصبحت تشكل خطرا على على القضية الفرنسية أو الاحتلال الفرنسي ولذلك بدأت في ما يسمى بإصدار قوانين تقول فيها أن من حقها ملاحقة ما يسمى بمتمرين خلج التراب الجزائري التي كانت تعتبره قطعة أرضية من فرنسا وهنا يجب التذكير أيضا أن تونس كانت دولة ذات سيادة سيادة كريمة لأن تونس قد حققت استقلالها وسيادتها في عام 1956 فالعمل العسكر التي قامت بها في فرنسا ضد الجزائري وضد تونسا في ساقية سيد يوسف هي جريمة ضد دولة ذات سيادة إذن الشيء الذي وقع الأخ الكريمة أنه في يوم الأيام 8 فبار لماذا تم اختيار هذا التاريخ بالذات؟ أكيد له أسباب وذلالات وخصوصية من خلال اختيار تاريخ الثامن في فبريق هو الأخ الكريمة يجب أن نقف عند أمر هام وهو أن الاحتلال الفرنسي والآلة العسكرية الفرنسية دائما كانت تعينا ما تعجز عن ضرب المجاهدين وعن مواجهة المجاهدين والجيش التحيير الوطني تنتقي من الأبرياء سواء في الجزائر أو حتى في التوراب التونسي وحتى حتى المستوى العالمي هذا ما يغالب القيان الصهيوني اليوم في فلسطين الله برك الله فيك الأخ الكريمة هذا ما يفعله الآن الاحتلال الصهيلي فهو لا يقاتل الفرنسيين وإنما يقتل الفرنسيين وكذلك كان الاستعمار الفرنسيين عندما تعجز آلته وعندما يختخذ الجنود أمام بسالة الجيش التحيير الوطني فينتقي من المدنيين كانت قد مهدت فيرنسا قلت في أكتوبر وبداية جنوبي من عام 1958 بضربات ضد هذه المناطق ساقية سيد يوسف وساقية سيد يوسف هي قرية بسيطة على الحدود الجزائرية على الطريق بين سقهراس والكاف وغيره لجأ إليه الجزائريون من بطش الاحتلال الفرنسي وأنشأوا مخيمات وكانت هذه المخيمات يراها جيش التحيير الوطني وجبات التحيير الوطني تقديم المساعدات المادية بعض الألبسة بعض الغذاء ومساعدة الطبية وغيره ذلك بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر التونسي وحتى أيضا الصليب الأحمر الدولي وكان في يوم 8 فبرايب عام 1958 ويوم أسبوع يوم عطلة سبت يعني في السبت تعرفي على طريقة الجزائري والمغاربة التونسيين والجزائريين يلجأون إلى السوق الأسبوعي لقتناء بعض الحاجاتهم وفي نفس الوقت لجأ حتى الجزائريين الجزائريين المقيمون في الجالية في تونس في مراطق الحدودية إلى منطقة هذه المنطقة لتلقي بعض المساعدات من الصليب الأحمر الصليب الأحمر العالمي والتونسي والجزائري إذن كان فيه وفد رسمي دولي من سويسرا وغيره يقف على أوضاع المزرية للشعب الجزائري ويتقديم مساعدات إذن فرنسا كانت تدرك بأنها يوم أسبوعي ويوم عطلة وفيه مدنيين في عدد كبير نعم نعم فيه حركة تنقل وفيه الضغط بشري وكانت تدرك أيضا على أنها تقوم بعملة الددمير والتضرب عسكري وكأنها تقوم بجريمة إنسانية مكتملة الأركان فانطلقت الأخت الكريمة وكانت قد خططت لذلك سابقا نعم لحجة وهي أنها بصدد محاربة ومكافحة من تعتبرهم خارجون عن القانون وكأنها تتذرع بأن القانون يسمع لها بمتابعة هؤلين جزائريين وحتى في ترابي كما قلت الأخت على ترابي دولة مستقلة إذن كانت تقريبا بعد قلب الله ذلك بعدة أيام قد ظهر لكوست ربما لكوست منطقة الشرق الجزائري ووقف على هذه المنطقة يعني كانت فيه نية مبيتة لضرب الجزائريين والتوانسة ومعاقبة الإخوان التوانسة على مساعد على مسانتهم المعناوية والمدية للجزائر لننسى لأخت تونس بأن لجهة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر الصمام في عام 1915 لجلت إلى تونس عبدنا النظر والحبار الحمى والإخوانية لننسى بأن الجبهة التحيير الوطني وجيش التحيير الوطني أيضا أنشأوا قواعد خلفية خلفية لمسانة الجزائر والمواقف الدولية التونسية مشرفة بالنسبة للجزائر ساعدتنا التونس كثير في عهد المرحوم المرحوم بورغيبة على إيصال صورة الجزائر لإهلاءة الأمم التحيين وتبني القضية الجزائرية إذن كانت فرنسا تريد معاقبة الطرف التونسي على تبني القضية الجزائرية ومعاقبة أكثر المجتمع التونسي والشعب التونسي الذي احتضر الثورة الجزائرية إذن قلت الأخت السيدتي فوجدنا في ذلك الاختيار 8 فبراي اختيار مدروس لضربي وتحقيقي إيصال التعبير إبادة جماعية ضد الجزائر والتونسي فالذي شارك في هذه المسألة هي الجيش الفرنسي بطبيعة الحال وحتى بعض القطع الإسريحة التي تتابعة للحلف الأطلسي والتي كانت استعملتها فرنسا في عام 1945 وجدنا الطائرات مختلف الأنوان هنا الأحجاب وهنا نذكره ما يسمى بالطائرة الصفراء ونتذكر أيضا الأخت كريمة بأن استعملت طائرات العسكري الفرنسية المقنبلة من طراز الأمريكي التي كانت استعملت في عام 1945 في ضربي الجزائرين في مجال 845 البيفينتس أو ما هي طائرات ضخمة وقنبلت التراب التونسي وقنبلت الجزائرين إذن في طائرات مقنبلة وطائرات كذلك مخصصة للرشي عن طريق المدافع وغيرتك كل ذلك في ضربي جزائريين وتونسيين عز المدنيين ذنبهم الواحد أنهم لاجئين وذنبهم تونسيين أنهم احتضروا القضية الجزائرية ومساعدة الأخ لأخيه في قضية عادلة أنذاك لما نتحدث على هذه الأحداث والمجزر التي كانت يوم الثامن في بريمين سنة ثمانية وخمسين اعتبرت من بين أبشع المجازر التي مارسها المستدمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري والشعب التونسي لكن هذه المحطة كانت أيضا من بين المحطات الفاصلة في تاريخ ثورتنا المجيدة من الذي قدمته هذه المحطة للثورة الجزائرية نعم دعيني فقط أذكر الأختي الكريمة أن الطائرات أو سلاح الجوال الفرنسي أقلعا من حدود الجزائرية التونسية ومن أشهر القواعد التي كانت موجودة أنا قاعدت بمدينة عنابة وتمت العملية ابتدام ساعة حوالي الساعة العاشرة إلى الحادي العاشرة دامت العملية أكثر من ساعة كاملة وهي الطائرات الفرنسية تقنبل وتدمر كل ما هو موجود في هذه القرية البسيطة دمرت الأختي الكريمة المدارس التي يدرسوا مدارس التي رجأ إليها التناميذ دمر السوق الأسبوعي ضربت حتى المؤسسات الرسمية التونسية كالمراكز الحرص التونسي المراكز البلدية المعتمدية وغير ذلك سقطت كثير من الأبرياء الأختي وأغلبهم من التناميذ والبوسطاء والمدنيين من نساء من أطفال من نجال وحتى وكانت طائرات الفرنسية تلقي الأطنال من القنابل المدبرة بمختلف الأحجاب وتلاحق الطائرات الأخرى الذين يسارعون الاختباء عن طريق رشهم بالرشاشات وبالرصاص الفرنسي يعني كانت بشاعة كبيرة بشاعة فضيعة وجريمة في جريمة أخرى في جبين الاحتلال الفرنسي ولكن رغم أن هذه كانت نقمة على الجزائري وعلى التوازن ولكن أظهرت بأن هذا الشعب هو شعب واحد والشعب الجزائري والشعب التونسي وزادت في فينسا ربما تعتقد بأن قد يحدث هذا الأمر أو هذه الجريمة يحدث شرخا بين الطرف الجزائري وطرف فينسا ولكن الأمر وانسحاب المساعدة التونسية للقضية الجزائري أمر بالعكس تقلب الساحر وعلى الساحر وجدنا تونس تشتكي وترفع القضية الجزائرية المتحدة وجدنا الدولة التونسية تشتكي كذلك لمواقع لها في هيئة الممتحدة وجدنا أيضا أن الجزائر تحدث وانتصار عالمي لأن في وسائل أعلام عالمية كانت موجودة وسائل العالمية كانت قطت وغطت العملية في شهر فيبري وحتى في شهر مارس وبعد ذلك وجدنا جليدة الأكسون جليدة جليدة اليمانيتي وأدد سجلت ودونت بأكثر من 80 قاتل ووثقت يعني أكثر هذه الأحداث وهذه المجازل أكثر من 80 قاتل وأكثر من 200 جريح وأغلب هذا الجرح السيد الكريم من التلاميذ والمساطاء المدنيين الذي سقطوا بعد ذلك واستشدوا حتى في المشافي دكتور يعني أدعوك وأدعو مشاهدين الكرام لمتابعة هذا الموضوع الذي أعده الزميل طارق حاجي حول الذكرى السادسة والستين لمجازر أحداث ساقية سيد يوسف والتي امتسجت فيها دماء الجزائريين والتونسيين أنذاك الثامن في بري ثمانية وخمسون تسعمائة وألف يوم السوق الأسبوعي بساقية سيد يوسف التونسية ما هي إلا لحظات حتى تهاطلت قنابل الحقد والإجرام الاستعماري على هذه القرية الهادئة مخلفة مجازر طالت المدارس والبيوت تاركة وراءها مقتل عشرين تلميذا وأزيد من ستين شهيدا مدنيا ومنهم أعضاء من هيئة الصليب الأحمر كانت في مهمة إنسانية إضافة إلى مئات الجرحى من تونسيين وجزائريين أحداث ساقية سيد يوسف أخذت منحا آخر غير الذي رسمه المستعمر الفرنسي لتصبح المجزرة حجة على فرنسا الاستعمارية في المحافل الدولية ودعما إضافيا للثورة الجزائرية أحداث ساقية سيد يوسف صفحة ناصعة في تاريخ الأخوة الجزائرية التونسية لا يزال بريقها يزداد إشعاعا ونفلح كل محاولات إخماده لأن رابطة الدم خيط متين هيهات أن ينقطع دكتور كيف كانت لهذه الأحداث أن تغير مصار الثورة الجزائرية في أرويقات الأمم المتحدة أخوة الكريمة الثورة الجزائرية منذ اندلاع في عام 1954 تحاول إيصال صوتها إلى العالم وجدنا ذلك في بيان في أول وثيقة لجبهة التحرير وجيش التحرير الوطني وهي بيان أول نوفم في عام 1954 الذي ينبئ ويخبر بطبيعة هذه الثورة وأن الثورة قضية وطنية هدفها تحرير الأرض والعباد وجدنا أيضا أختي الكريمة بأن مؤتمر الصومة كذلك أعطى دفع مؤسساتها وغير ذلك وانتشار حتى الثورة الجزائرية في الأراضي الجزائرية وحتى في التراب الفرنسي في عام 1958 كانت قد برغم محاولة الطرف الفرنسي عندما إدراج القضية الجزائرية في الأمم المتحدة أن ألف الاستعمار الفرنسي منذ عام 1955 على الدعاء بأن قضية داخلية وأن قضية تهديئة وأن الذين يقومون بما يصم بهذه الحركة هي حركة تمرد من الفلاقة ومن قطاع الطرق ومن خارجين على القانون ولكن اتضح الأمر فيما بعد أن قضية شعب يريد حريته ويرد استجاع سيادته إذن في عام 1958 أصبحت من عام لآخر القضية الأمم المتحدة تطرح القضية الجزائرية تطرح على أربقات الأمم المتحدة وحتى في المحافظة الدولية الأخرى في مؤتمر في إفريقيا وفي آسيا وحتى في أوروبا الشرقية والدول هنا يرجع إلى جبهة التحير الوطنية أو الوفد الخارجي والدول السياسة أو الدبلماسية الجزائرية في إيصال هذا الصوت الثورة ويرجع كذلك لإحتضان أشقائين العرب ومنهم التونسيين في قضية جزائرية والذين كانت دول دول مستقلة منها تونس في عام 1956 والتي دافعت عن القضية الجزائرية بمعيها الدول الأوروبية الدول العربية الأخرى السعودية والعراق واللبنان وغيرها الدول مصر التي كانت استقلت فكانت ترفع القضية الجزائرية وتطرع على قضية تقرير المصير إذن في عام 1958 وبعد المجزرة هذه لم تعود قد مسألة مسألة داخلية وإنما العالم كله سمع بها وعرف أن ما يقع حقا في النزائر الأمر الآخر الأخت الكريمة هي في هذه المجزرة بقدر ما كانت نقمة على الجزائرين وعلى التونس إذ أحدثت كذلك صدق كمير قلت وسائل الأعلام كانت موجودة ودونت الأمر الآخر كانت دفعا كذلك لمصار الثورة الجزائرية نحو على استقلال ولم يعد يفصلنا إلى حوالي أربعة سنوات حتى من الجانب السياسي والعمل العسكري أنا ذاك أيضا دكتور ودفعت كذلك ساعدت حتى الإخوان التونسيين على المطالبة بإخلاق القواعد العسكرية التي كانت لتزال موجودة في تونس وأذكر على سبيل المثال قاعدة منزرد لأن تونسا التحموا مع الجزائريين وطالب مباشرة بعد هذه المجزرة بغلق القوصوليات الفرنسية المتواجدة في قفصة وفي الكاف والجندوبة وغير ذلك وطالبوا أيضا كذلك بإخراج القوات الفرنسية التي بقيت بفعل اتفاق عام 1957 والمتواجدة في التورب التونسي وعلى أبرزها قاعدة منزرد وذلك نجد كذلك سيدة الكريمة عندما قامت تونسيون بإخلاء وثورة ضد الفرنسية في قاعدة في عام ضد بيزرد ضد الفرنسية ساعدهم جيش التحرير الوطني وأحدث هذه الأمن المسألة قوة كثيرة وسائل الصحف العالمية تكلمت عن ذلك جبت تحرير بوسائل إعلامية ونذكر هنا في وسائل إعلامية وركزوا على جريدة المجاد في عام 1985 كتب فيها بالنسخة الفرنسية والعربية وكتب فيها شخصية معروفة شخصية فرانسفانو هذا الرجل الذي صديق الثورة الجزائرية صديق الثورة الجزائرية وما أدراك من أصدقاء الثورة الجزائرية الثورة الجزائرية الكريمة لها أصدقاء عبر العالم في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أوروبا آمنوا وحتضنوها وساعدوها وجكافتهم الجزائرية بمنحهم الجزائرية وفي كل مرة نجد فيها من خلال الدولة الجزائرية الحديثة في مناسبات وطرطية تكرموا وتذعب حتى إلى ذويهم وتكريمهم عرفانا للثورة الجزائرية وعرفانا لما قدموهم من تضحيات بمسنة السنة الجزائرية هذه الأحداث أيضا دكتور تعتبر إضافة إلى المرجعيات التاريخية الواحدة بين الشعبين الجزائري والتونسي منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا نعم الأخت الكريمة الأخت مسألة تلاحم الانسهار المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي المجتمع الجزائري مع المجتمع التونسي ليست ولدت 8 فبري عام 1954 وإن كانت المسألة زادت في هذا الأمر إنما ضاربة في التاريخ سيدنا الكريم نحن شعب واحد منذ التاريخ القديم فيه تلاحم وفيه كانت حدود غير موجودة وإلى غاية اليوم فالحدود مفتوحة سيد الكريم الذي يريد النصف إلى تونس فكانه في بلديه الثاني والعكس كذلك من تونس إلى الجزائر زادت تلاحم الشعبين في مصير المشترك في تاريخ المشترك في رؤية مستقبلية واحدة في تحديات ورهانات موحدة أيضا ورهانات واحدة وهو ما تعمل عليها حتى الآن إذا أردنا أن نحدثها بعض الإسقاطات على الحال الآن الوضع الجزائري ووضع تونسي الآن الوضع الإقليمي ففيه تلاحم كثير بين المجتمع التونسي ومجتمع الجزائري وبين القيادة التونسية والقيادة الجزائرية في العهد الآن لرئيسنا الحالي عبد المجلد تبون وحتى فيه رئيس أخي سبقي السعيد من خلال الزيارات المتبادلة من خلال الرسائل المشتركة وزيارات المتبادلة من خلال التعاون توافق في الرؤى أيضا والتوجهات في مجهات في مستقبل فتح الحدود والحظوا الآن الجانية الجزائرية تونس يتمشي يوميا تقريب الجزائر والجزائر إلى تونس أسواق مفتوحة في نموذج نموذج لتنمية متكاملة اقتصال سياسي متكامل وأمن كذلك أن مصيرنا واحد وحدودنا واحدة تقريبا ونحن فيه رؤية كذلك للتنمية الحدود هذه بين الحدود الجزائرية والحدود التونسية لأن سقية سيد يوسف قرية بسيطة ولكن فيه مشروع جزائي لتونسي على تنمية هذه المناطق الحدودية مما يخدم مصرحة الشعبين مصيرنا واحد وتنميتنا واحدة وهذا أملنا منذ الحركة منذ يعني أدبيات الحركة الوطنية قبل عام 1954 وحتى في مواثيق الثورة كنا دائما نعمل على بناء مغرب عربي كبير ولكن باستراتيجية وأساس واضحة تخدم مصرحة الشعب ومواقف ثابتة تخدم مصرحة الشعب التونسي والشعب الجزائري والشعب الليبي والموريطاني وغير ذلك سيدا ربما هذا يقودنا دكتور للحديث عن أهمية وضرورة مواصلة البحث في مجال التاريخ من أجل حماية ذاكرة الأمة وتمرير رسالة الشهداء أيضا للأجيال القادمة نعم الأختي الكريمة موضوع التاريخ الوطني والذاكرة الوطنية بشكله الأوسع أصبح الآن قطاع استراتيجي قطاع أولوية الدولة الجزائرية منذ تولي سيد الرئيس عبد المجيد التابول منذ 2019 في 12 ديسوم 2019 في هذه قلت الرئاسة الجمهورية الجزائرية وجدنا أنه فيه مبادئ وفيه فيه ما هو وعد بي الرئيس في حوالي 54 تعاهد من ذلك الوعود والتعاهد أنه الاحتفال أو الاعتناء بموضوع الذاكرة الوطنية تجلت مواضيع الذاكرة الوطنية في استرجاع جمالة جمهورية الشهداء في جعل 8 عام 1945 يوما الاحتفال بيوم الذاكرة وجدنا في إنشاء الهيئة الرئاسية التي تعمل على استرجاع على كل موضوع الذاكرة استرجاع الأرشيف استرجاع الأرشيف كتابة التاريخ الوطني وفيه زيارات متتالية وجدنا كذلك حتى في اهتمامة وزارة التعليم العالي التي تحث تأتينا في الجامعة في البحث العلمي في المجرد التاريخ في الجامعة وفي أقسام التاريخ تأتينا إرساليات ويعني طلبات وأوامر من وزارة الوصولية ووزارة التعليم العالي على أنه منخصص دراسات وندوات وملتقيات حول التاريخ الوطني وكذلك في المرنامج التعليمي الأخت الكريمة في مراحلة الليسانس في مراحلة المنستير وحتى في الدكتوراه كلها مخصصا التاريخ الوطني بمختلف مراحل من ضمنها تاريخ الحركة الوطنية وثورة التعليمية هذا خدمة لتاريخنا الوطني كذلك تبليغه لشبابنا على أساس ما قلت لأخت الكريمة رسالة الشهيد التي دائما في عنق نعلن أن ننبيها وأن نبني بها مستقبل إن شاء الله في جيل جديد إن شاء الله وبنظلته وبدماء شهاده ويعمل على تحقيق تحقيق جزائر جديدة يعني مستقلة ومتمية إلى إن شاء الله في قوة إقليمية ودولية إن شاء الله دكتور نواصل حديثنا في هذه المحطة الهامة في مصاري ثورتنا المجيدة بعد هذا الفاصل مشاهدنا إذن نواصل حديثنا مع الدكتور محمد شريف سيدي موسى حول محطة فارقة من محطات نضالي الشعب الجزائري ضد المستدمر الفرنسي وهي أحداث ساقية سيدي يوسف دكتور ربما من خلال هذه المحطة البارزة نستلهم أيضا المعنى الحقيقي للأخوة للتلاحم والتفاني ونصرة الأخ التي كانت يعني ركيزة أساسية أنذاك بين الشعب الجزائري والشعب التونسي إلى أي مدى لابد أن نستذكر مثل هذه المحطات وأن نستلهم منها العبر سيدة الكريمة تاريخنا تاريخ واحد تاريخ واحد قلت منذ حين أنه امتزاج الدماء الجزائري والتونسية كانت منذ العصور القديمة الشعب التونسي التونسي الذي يمشي إلى الجزائر ويقيم في الجزائر يشعر بأنه في بلده الثاني الجزائريات الجزائري موجودة في تونس كأنه في بلده الثاني سيدة الكريمة في أسر كثيرة كبيرة وكبيرة جدا تعيش في تونس من أسر جزائرية وكانت دائما في خدمة تونس وفي خدمة دولة تونسية وجدنا كذلك إطارات سياسية وعسكرية ودولة في تونس ساعدة تطورة جزائرية واحتضرتها منذ عام ألف وتسع مربع بل أكثر من ذلك في القرن التاسع عشر عندما بد وعندما قرن التاسع عشر وبعد الاستحتلال الفرنسي للزائر ووطأته السي على المجتمع الجزائري عائلة جزائرية بكاملها هاجرت إلى التراب التونسي من مختلف مناطق الجزائر لعل أبرزها من حدودنا الشرقية وحتضنها المجتمع التونسي واشتغلت في تونس وعاشت في تونس وكأنها أسر جزائرية ولكن لا تكاد يأي قرية أو مدينة تونسية إلا وتجد فيها أسر جزائرية أو من أصول جزائرية وليس هناك فرق بين الجزائر وبين التونسي إذن الأزمة كما يقول الأسلف الأزمة تليد الهمة الأزمة الجزائرية في عام 1954 و1958 ولدت همة لندى التونسي ودى الجزائرين عندما اندلعت الثورة التونسية في عام 1953 و1954 كان كثير من الجزائرين ساعدوا تونس وقدموا أرواحهم لندى التونس وكأن دولتهم في عام 1956 وجدنا كذلك الحركة الوطنية التونسية الحزب الدستوري التونسي الذي أنشئه بعد الحرب العالمية الحرب العالمية أولى كان بمساعدة الجزائر ودين عبد العزيز الثعالي بأبرز مثال على ذلك إذن احتضرت الجزائر تونس وتونس احتضرت الجزائر الثورة التحريف زادت في هذا المسألة في مسألة تلوحم بين الشعبين إذن هذا ما يجل الكلام بأننا المدين في مصرية مشترك وتاريخ مشترك فأكيد فيه وحدة المستقبل المشارك إذن الآن لماذا نجد قيادتنا السياسية في الجزائر وفي تونس تعمل على هدف واحد وهو تنمية الإقليمي أو الدور الإقليمي لتونس والجزائر والمحافظة على الجزائر وعلى تونس ضمن منظور وحدوي واحد فما يغني تونس جغل الجزائر وما يعمل على رفاهية التجارين يعمل على رفاهية تونس لذلك يجب أن نجعل من هذه المحطة الهامة في تاريخ شعب الجزائري وتونسي كذلك محفزا قويا للمصير المشترك وكما ذكرنا سابقا لمواجهة كل التحديات والرهانات التي تواجه المنطقة ككل أكيد سيد الكريم لأن هذه محطة ثمانية ثمانية في براير عام سمية ثمانية ثمانية سيليم محطة واحدة لأن في كثير من المحطات اللقطة الكريمة حتى في عام ألف وتسعمائي وواحد وستين وستين لا ننسب أنه في عام ألف وتسعمائي لا ننسب أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كانت مقرها في تونس في عهد المرحومين الفرحة عباس الأولى والثانية وكذلك بن يوسف من خدى تونس كانت أرض لمرور الأسلحة لحول القوات الجزائري الجزائر ساعد في إجلال قوات الفرنسية من بيزرت لم نتعرض لجزائر لاحتداء على ترابها بعد استقلال نفسها سيادة وطنية في عام 1960 ومتعرض له مع التراب مع الحدود المغربية في عام 1960 لحد الآن تونس دائما كانت في صف الجزائر وفي الجزائر في صف تونس إذن هذه إنشاءة هذه الأحداث وهذه المواقع دائما تزيد من تلوحم ومن تصاهر وبين المجتمعين الجزائري والتونسي وهذا الذي يجب أن نثمنه للأجهل القادمة على أننا شعب واحد ووحدتنا هي وحدة مصير واحد واستقلالنا وسيادتنا ورقينا هو رقي واحد ما ينفع تونس ينفع الجزائر ورقي تونس ورقي الجزائر والعكس صحي إذن أنا قلت القيادة الجزائرية وقيادة تونس تعمل على توطيد هذه المسألة واغتنام هذه الفرص التاريخية لزيادة التلاحم بين الشعبين الشقيقين كتابة التاريخ كتابة التاريخ اليوم دكتور له دلالات متعددة ورمزيات أيضا للحفاظ على الذاكرة الوطنية من جهة لأن تصل إلى الأجيال القادمة أيضا بطريقة الصحيحة التي يجب أن تكون عليها واليوم نعرف أن السيد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات يؤكد على هذا الجانب والمسؤولية تقع بدرجة كبيرة على كتاب التاريخ إلى أي مدى نستطيع القول أنه اليوم أصبحت كتابة التاريخ تحظى بالاهتمام الكافي الذي يجب أن تكون عليه لتبلغ الأجيال القادمة بطريقة يعني مضبوطة نعم الأخت سيدة الكريمة كتابة التاريخ أصبحت واقعة المدرسة الجزائرية التاريخية أصبحت أمرا واقعا كذلك لأنه تم بني على العنصر البشري وتم بني على الباحث الأستاذ الباحث والمؤرخ الجزائر الآن مستقلة أصبحت تحتوي على أكثر من مئة مؤسسة جامعية وتقريبا في كل مؤسسة جامعية في أقسام التاريخ وهذه الأقسام التاريخ التي تكون منحة الليسانس والمستر والدكتورة تكون طلبة وأساتذة باحثين في تاريخ الجزائر وبأقلام جزائرية وبنظرة منهجية وأكاديمية التاريخ في التاريخ الهاوي الذي يستطيع الإنسان أن يكتبوا التاريخ من كل الجميع فهناك تاريخ الكتابة الهاوية وكتابة المذكرات وتسجيل الحوادث ولكن هناك التاريخ الرسمي والتاريخ المنهجي والأكاديمي الذي يكتبه المؤرخ والأستاذ التاريخ الذي درس التاريخ عبر الجامعات الجزائرية وقلت الجامعات الجزائرية الآن يعني غني وغني جد لم نعد مثل ما كنا في السبعينات في الأوائلي أو بعد بعد استجاع السيادة الرطيب في السبعينات أو في السبعينات عندما كانت المدرسة الجزائرية في تأسيسها الآن في أقلام وطنية وفي شباب جزائري مؤمنون بأن التاريخ هو قطاعهم استراتيجي وأن كتابة التاريخ الجزائري بمختلف مراحلهم القديم وحطاتهم ووسطية ومسطة والمعاصرة إذن يجب أن نكتبه ونحافظ لأنه مسألة مصرية لنا ولأجيال اللاحقة حتى نبلغهم مآثر مآثر أجدادنا ونشجعهم ونحفزهم على الاستمرار في تحقيق النصر إذن قلت في كتبت كثير الأخت كريمة من يوم لآخر نجد أقلام جزائرية تكتب عن التاريخ الوطني عن التاريخ المحلي في إطار وطني عن التاريخ السياسي عن التاريخ العسكري عن التاريخ الثقافي والفكري عن التاريخ إلى غير ذلك كلها في بوتقة واحدة وهي خدمة الذاكرة الوطنية باهتمام ورعاية من أعلى السلطات الزائرية إذن قلت الآن أصبحت ليست كقطاع غا عادي من قطاعات الدولة الجزائرية وإنما قطاع استراتيجي وهو التركيز على اللحمة الوطنية وعلى التاريخ المحلي لأن التاريخ الوطني والذاكرة الوطنية عبارة عن إسمنت عبارة عن إسمنت يجبع كل الجزائرين فلنتجي ديني سيدة الكريمة أي قرية أو أي مدينة في الجزائرين اللي هو فيها عشرات الألاف من الشهداء سواء كان في شرقنا أو في غربنا أو في جنوبنا الكبير الذي كان له دور كبير سيدة الكريمة ونحن مقربة على الاحتفالات والذكر يقام بها السكان الجنوب الجزائري في ورقنا وغيرهم بأنهم جزء ليت جزء من قطر الجزائري إذن شعب واحد تاريخ واحد ومصير مشترك واحد واهتمام بالتاريخ الوطني مسألة أهمة وهمة جدا نلاحظ الآن تجليتها على المستوى الوطني وحتى على المستوى الخارجي نحن بزارة التعليم العالي وجامعة الولايات التي أدرس بها في تاريخ في دراسات في مرح دراسية للطلب الدكتورال للأساتذة لخروج إلى الجامعات الأجنبية إلى فرنسا واسترجاع الأرشي إلى جامعة الأقرى كلها هدفها استقدام المادة التاريخية لتدوين التاريخ الوطني وبحديثنا لذكرى السادسة والستين لأحداث سقية سيدي يوسف أدعوك سيدي الكريم وأدعو مشاهدنا الكرام لنتابع هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة عائشة ببريقة متواجدة على حدودنا التونسية إحياء لذكرى أحداث سقية سيدي يوسف نتابع نعم إذن شكرا جزيلا لكم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم طيب إذن مباشرة من هنا من على الحدود الجزائرية التونسية نقف اليوم هنا من هذه الحدود التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي إذن في الدكرة السادسة والستين لأحداث سقية سيدي يوسف إذن تعود إذن كما يقال وكما جرت العادة تمر الأيام وتعود الدكرة في الدكرة السادسة والستين لأحداث سقية سيدي يوسف إذن هي أحداث تروي فصلا من فصول جرائم فرنسا الاستدمارية إذن كذلك تعود لتعيد معها جانبا من العلاقات الأخوية العلاقات القوية أقول التي تجمع بين الشعبين الجزائري والتونسي إذن وبالعودة أيضا زملائنا إلى النسق المتزايد في العلاقات التي يصفها الكثيرون بالعلاقات الجيدة والقوية بين الدولتين الجزائرية والتونسية كيف لا هذه الدولتين التي تجمعها حدود مشتركة لأكثر من ألف كيلومتر شريط حدودي بتسعة معابر حدودية تسعة معابر حدودية أقول أربعة معابر حدودية على ولاية تبسا معبران بولاية الطرف ومعبران حدوديان بولاية سقهراس إذن أيضا من بين أهم المظاهر مظاهر التعاون التي تجمع أقول بين البلدين شقيقين الجزائر وتونس هو إنعقاد الدورة الأولى للجنة التنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية والتي ترأسها بطبيعة الحال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد رفقة نظيره التونسي والتي توجد بمخرجات نجزها اليوم مجسدة على أرض الميدان من خلال تنمية مختلف البلديات الواقعة على هذا الشريط الحدودي إذن زملائنا أقول أنها هناك مظاهر كبيرة ومشتركة بين البلدين إذن أقول أن مظاهر التنمية على الشريط الحدودي بدأت تتجسد فعليا على أرض الميدان إذن فنقاط التماس الجغرافي بين البلدين بين تونس والجزائر أيضا تعدت إلى نقاط التقاء في مختلف الجوانب الثقافية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية إذن كما قلت بداية نقف عند هذه الحدود عند الشريط الحدودي الجزائري التونسي نقف اللحظة ننتظر الوفد الرسمي الذي سوف يشرف على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الستيس والستين لأحداث سقية سيد يوسف إذن فرقنا التقنية مجندة هنا لمرافقة هذا الحدد سنوافيكم بمختلف تفاصيلها في المواعيد الإخبارية اللاحقة عودة إليكم شكرا جزيلا لك زميلة عائشة بوبريق كنت معنا مباشرة من الحدود الجزائرية التونسية لتسجيل ونقل صورة الذكرى السادسة والستين لأحداث ساقية سيد يوسف الدكتور سيد موسى ونحن نتحدث على هذه المحطة الفارقة اليوم نرى أن هناك إرادة قوية على المستوى السياسي الدبلوماسي الاقتصادي التي يعكسها الإرادة أيضا لقائدين البلدين لتطوير هذه العلاقات ما مدى أهمية الأواصر التاريخية في تقوية الأواصر الاقتصادية والسياسية المتجددة دائما الأواصر التاريخية دوري جدا سيد الكريم لأنه عندما يشعر الإنسان وكأنه مشهر جزائري وكأنه تونسي والتونسي وأنه جزائري فهذا حافظ له على تقديم المزيد في مستقبله القريب المشاريع كنا منذ منذ حين في التغطية المباشرة من خلال المناطق الحدودية هذه اللجنة استحدثت بين الجزائر وتونس لترقية المناطق الحدودية في خدمة الشعب التونسي وخدمة الجزائري ومنطلاقا من أنه رؤية واحدة وأنه اقتصاد واحد ومجتمع واحد وترمية واحدة إذن علينا أن نستثمر في التاريخ وتوظيف توظيفا سياسي وتوظيفا سياسيا في خدمة القضايا العادية وفي خدمة المجتمع الجزائري وفي خدمة المجتمع التونسي والشعبين الشقيقين فقط إذا سمحت في عجالة فأرجو أن أعرج إلى مسألة هامة وأن مسألة في موقع في فره 1958 هي جرائم ضد الإنسانية وهذه الجرائم أختي الكريمة لا تذهب بالتقادم لا تسقطوا بالتقادم والقانون الدول يعاقبوا عليها نتحدث على هذه النقطة المهمة جدا لكن قبل ذلك مشاهدين نتوجه إلى غرفة الأخبار موجز التاسعة ونعود لتتمة التفصيل في المحطة الفارقة في تاريخ الجزائر أحداث ساقية سيدي يوسف مجزون الإخبار من التلفزيون الجزائري مشاهدين الكرام أهلا بكم بداية تسلم أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجي تبون رئاسة منتدى رؤساء دولي وحكومات الألية الإفريقية للتقييم من قبل الندراء وهذا خلال اجتماع نظم عن طريق التحاضر عن بعد من قبل رئيس جمهورية سيرليون السيد جوليوس مادا بيو الرئيس السابق للمنتدى وبالمناسبة القرأس الجمهورية كلمة أبرز فيها قيم مبادئ وأهداف هذه الألية الإفريقية التي تشكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها دول القرأ عين أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون حمزة بن حمود رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة تنفيذا لالتزامة سيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ العمال وبحضور عدد من أعضاء الحكومة تطلق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ابتداء من اليوم المنصة الرقمية للمستثمر بقصر المعارض صنوبر البحري بالعاصمة وهذا استكمال لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي المنصة الرقمية للمستثمر تسمح بتكريس أكبر قدر ممكن من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي وتعزيزا لشراكة الجزائرية الألمانية في مجالية تقاطية الجديدة والمتجددة يواصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصادي وحماية المناخ روبيرت هابك زيارته الرسمية إلى الجزائر مرفوقا بوفد هام مكون من إطارات الوزارة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية ومن المرتقب خلال هذه الزيارة الرسمية عقد لقاءات تنائية بين الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وكذا تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بالإضافة إلى الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين في الذكرة التاريخية تحل اليوم الذكرى السادسة وستي لأحداث ساقية سيد يوسف التي تظل رمزا للنضال المشترك بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي المناسبة نستذكر من خلالها حادثة امتزجت فيها دماء الإخوة في البلدين في مجزرة شنيعة ارتكبها طيران الاستعمار الفرنسي بحجة ملاحقة يطور الجزائريين البواصل في فلسطين المحتلة ولليوم الخامس والعشرين بعد المئة لا يزال العدوان الصهيوني الهمجي يرتكب أبشع المجازر بحق الأبرياء المدنيين في أنحاء متفرقة من قطع غزة فقد شن طيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعة الماضية غرات عنيفة على العديد من المنازل المأهولة بسكان خاصة بوسط وجنبي القطاع ليسقط العشرات بين شهيدين وجريحة هذا وطلبت وزارة الصحة الفلسطينية من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس بالتدخل لحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل العدوان المستمر من جهتها أكد غوتيريس أن أي إجراء يتخذه الاحتلال الصهيوني في مدينة رفاح سيوقف فاقم الكبوس الإنساني وسط تواجد أكثر من نصف سكان غزة بالمنطقة مما يندر بكارثة إنسانية غير مسبوقة رياضة الآن وفي الحادث الكروي الإفريقي تأهل صارت أمس منتخب نيجيريا إلى لقاء نهائي لكأس إفريقيا للأمم إطرى فوزه بملعب السلام ببواكي على منتخب جنوب إفريقيا بالركلة الترجحية بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف وسيواجه منتخب نيجيريا في اللقاء النهائي يوم الأحد القادم المنتخب الإفواري الذي فاز على منتخب جمهورية كونغو الديمقراطية بنتجة هدف لسفر صارت أمس بملعب الحسن وترابي بيجو في الدوري المباراة في الدقيقة الخامسة والستين ختام الموجة شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله أهلا بكم جديد مشاهدنا إذا نواصل حديثنا مع الدكتور محمد شريف سيدي موسى حول الذكرى السادسة والستين لأحداث سقيد سيدي يوسف دكتور ربنا نتكلم على نقطة مهمة جدا هي مسألة المجازر المجازر التي كانت في كل مرة تتفنن فيها فرنسا ويتفنن فيها المستدمر الفرنسي والتي اليوم لا يجب أن تسقط بالتقادم والجزائر يعني دولة وشعبا تؤكد على هذه المسألة بالذات الله الأخوة الكريمة عندما نتكلم عن المجازر الفرنسية في الجزائر يقشعر البدن سيدي الكريمة لأنه مصمة عار في التاريخ الفرنسي وفي الدولة الفرنسية إلى يوم الدين المجازر الفرنسية في الجزائر تعددت وتنوعت مجازر حربية مجازر الدين الإنسانية مجازر قامت أفراد ومنعزين مجازر دولة في حد ذات تفندت فرنسا كدولة وكورول مستعمرين ممعمنين في تقتيل الجزائريين قد يظن البعض أن هذه المجازر بدأت مع الاحتلال الجزائر المجازر بدأت قبل الاحتلال الفرنسي الكريمة في عام 2027 فرنسا 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 على مدينة الجزائر وعلى الحدود الجزائر البحرية وخصصت أساطير فرنسي لقهري وخنق الاقتصاد الجزائريين ما حدث في معركة استواري وسيد فرج ينده لها الجميع ما حدث في كل قرية وفي كل مدينة كلما وطعت أقدام الاستعمال الفرنسي في هذا الأرض الطاهرة أكثر من 6 ملايين شهيد جزائري مليون وصف شهيد جزائري فقط سبع سنوات فقط إلى يومنا هذا لا تزال الجزائر تكتشف مقابر جامعية لأبشع المجازر الفرنسية في قطر الجزائري وجدنا أن فرنسا كانت الدولة الأولى في العالم التي استعملت السلاح كميوية للجزائريين في عام 1850 ضدنا ضد سكان الأغواط الفرنسا هي التي استعملت سلاح المقصرة مقصرة ضد الجزائريين في قرن التاسع عشر وحتى في عام 1956 وغير ذلك فرنسا هي التي زرعت الألغام على حدودنا فرنسا هي التي وما زالت الشعب الجزائري يتكبد خسائر هذه الألغام إلى يومنا هذا نوه بمقام بجيش الشعب الوطني بإزالة الملايين من الألغام الجماعية والألغام الفردية على حدود الشرقية والغربية ولا تزال الجزائريين يعانون منها من بتر أطرافهم من تشويه أطرافهم من وفاة كثير من الجزائريين من زنبهم الوحيد أنهم يتنقلون في أرضهم الواسعة على حدودنا الشرقية والحدود الغربية فرنسا هي التي أنجزت خطيش شالو موريس المكهرب بضاقات كهربائية راهبة جدا فرنسا هي التي استعملت السلاح الظري ذات الجزائريين ونحن على مقرب الأسبوع القادم نتذكر في عام 1913 في عام 1960 فرنسا استعملت السلاح الظري في الأرض الجزائرية وعلى الأرض الجزائر وضد الجزائريين هي الدولة المجرمة التي كانت المجرمة ضد الجزائريين وكانت قصف فرنسا رؤية المتحدة استعملت السلاح في ناقازاكي وهيروشيما ولكن الفرنسيين استعملوا ضد الجزائر ومازالت آثاره الصحية وخيمة على الطبيعة وعلى المناخ وعلى الجزائري وعلى الأمة الجزائرية وعلى الدقرة الجزائرية وعلى المياه فرنسا هي التي سيدة الكريمة هي التي قدامت تجارب الصاروخية في منطقة حمارغير وبشار فرنسا هي التي دمرت الاقتصاد الوطني من اقتصاد مثمر ينتج الحبوب والقمح الجزائري والثروات الجزائري و pharmacy قدامت الاقتصاد الفرنسي وإلى دولة نصدر الحبوب إلى العالم وكنا خزان أوروبا حتى أصبحنا نستورد الحبوب من أوروبا لماذا؟ لأن فرنسا أرادت أن يكون اقتصاد الجزائر خدمة الاقتصاد الفرنسي فرنسا يستنزب ثرواتنا الطبيعية من بيترون وغاز ومناجم وغير ذلك فرنسا هي التي جندت الجزائريين في الحرب العالمي الأولى والحرب العالمي الثانية ودفعنا في خدمة لفرنسا تجريدة إجبارية مئات الألاف من الجزائر خدمة لفرنسا تجزين فرنسا كل مرة بمجازر في عام 1945 في عام 1960 وإلى غير ذومين هذا قلت لا تزال هناك أثار وسلبيات لهذه التنظيمات المجزائر بذلك دكتور اليوم أصبح مهم جدا أن تكون هذه الذاكرة القوية للشعب الجزائري هي وقودها اليوم لبناء الجزائر المستقبل بناء جزائر الأجيال كما كان يحلم بها الشهداء نعم 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 بداية بتدوين هذه الجرائم ومحاسبة فرنسا عاجلا أو آجلا يجب أن تعتذر فرنسا على ما مقترفته من جرائم مقترفته من جرائم التي وقعت على المجتمع الجزائري وهذه الجرائم لا تذهبوا بالتقادم إذن نجعلها نبراص لنا ونقيدها وندوينها ونعلم بها شبابنا وأجيالنا ما فعلته فرنسا بالجزائر حتى تكون علاقتنا مبنية مع فرنسا على هذه مسألة الذاكرة ملف أساسي قوي جدا شكرا إذن دكتور محمد شريف سيدي موسى أستاذ تاريخ بجامعة العفرون وليل بوليدة شكرا جزيلا لك على كل هذه الاستفادات وانا شكرا لك سيدي مشاهدين ابقوا معنا متواصلون ومحطتنا بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين اذا وصلنا إلى الركن الطبي والذي خصصناه نهار اليوم للحديث عن داء السكري وصيام شهر رمضان هل يؤثر الصيام على صحة مريض داء السكري ولتفصيل في هذه المحطة سعدوا باستضافته السيد فيصل أحدى رئيس جمعية مرضى داء السكري مرحبا بك سيدي وصباحك طيب صباح الخير صباح لكل مشاهدين تليفزون جزائري مرحبا اذا نعود لهذا الموضوع الذي يتجدد في كل مرة يعني كلما يقترب شهر رمضان لابد أن نقف عند هذا الموضوع بسبب أنه يوجد العديد من مرضى داء السكري يتعنتون في هذا الشهر الكريم يعني ويؤكدون على صوم هذا الشهر نظرا للمضاعفات الصحية التي يتعرضون إليها ربما في البداية نتعرف على فئات داء السكري قبل أن نتوجه لحديثنا عن من يجب عليه الصوم ومن يمكن له أن يفطر لدواعي صحية نعم فيما يخص أنواع مرضى السكري كان نوعاً النوع أول نوع الثاني يهدد وكانوا ديابات جستشونال مرضى يعني الدايابات السكري الحميل التي يجع المرأة للحامل يعني هالثلث أنواع ممكن فيها حاجات ممكن تجملهم هو ارتفاع نسبة السكر في الدم ولكن لكل نوع خاصية لبن تكلمون بصيفة عمال معروف عن المرضى وعلى المواطنين بصيفة عمال يعني مقولتين تقول يعني أنه اللي عالج بالأنسلين ممنوع على الصيام واللي عالج بالأقراص مسموح لهم الصيام هي هذه المعلومة شوية مغلوطة لأنه ممكن الناس إذا متعرف تصنف هذا الداء السكري لأنه المخاطر تعمارة السكري تكون وخيمة لما نستهزو بالمرض كيف؟ هو المفتي الأول للمريض إذا كان يصوم هو هو الطبيب نوعج كما نقوله عنا هو المفتي أما تدور الإمام والتدور العالم الديني يجي ما بعد استشارة طيبية كيفية تخرج الزكاة التاعك وتخرج هذا الصيام التاعك لما نتكرمها لداء السكري المسموح لهم الصيام وكالمنصوح لهم الصيام وكالمنوع لهم الصيام بارك الله فيك نتكرمها المسموح لهم الصيام وهم مرضى يعالجونه بالأنسونين ولكن السكري تاهم منتظم باستشارة طيبية وبالتنسيق مع الطبيب يقدر ينضمه باش يقدر يصوم هذا الطبيب مع الطبيب المعالج مسموح له الصيام لأنه المصابي داء السكري وأستاذه أنا يعني ممكن عندنا واحدة تجربة أنه والفنا أنه المريد يقول الطبيب من صمش ويروح يتعنت ويدر حاجة لها في رأسه ويصوم وهذا هو الخطر من الأحسن يعني تكون هذه الاكتيقة متبادلة ما بين المريد والطبيب تقول له يا طبيب أنا يزمسه الطبيب يشوف لك صيغة ولا تورق ولا سبل كيفاش تقدر يكون صيامك بدون مضاعفات احنا واش نتخوفه نتخوفه المضاعفات الخاطرة السكتة القلبية والجلطة الدماغية هادو ما في حالة يعني الارتفاع نسبة السكر في الدم اللي يخليه ممكن عواقبه واخيمة زيد على ذلك نتخوفه من الانخيفات لنسبة السكر في الدم لأنه الانخفاض ممكن يدي لفقد الوعي وزيد على ذلك ممكن يقدره يعني يقدر يموت المريد لهذا احنا متخوفين من الانخيفات كيف أننا متخوفين من الارتفاع يعني في الارتفاع ارتفاع يدي المضاعفات ولكن الانخيفات ممكن قاتل لهذا التنسيق مع الطبيب من الأحسن أنه الاستشارة الطبيعية لما تعول أنك تصوم وراح تتعنت وما تقولش طبيبتاك هذا الخطر نقول طبيبتاك قال الميت سانتاعي قال فالله لازم نصوم الطبيب يقولك طريق هذا يا من المسموح لهم الصيام المنصوح لهم الصيام له ديابات غيصة ده السكري جديد جامرة السكر كما نقول له يتعاطى الأدوية الأقراص ماذا نقصد بالسديد ما هي يعني أقصى مدة يعتبر فيها المريض أنه مريض سكري جديد هو شوف احنا نقول له ديابات غيصة أنا بالك شك ديكوبردين ديابات عندنا خمس سنين اللور كان موجود يعني كي نقوع اليوم احنا نقول له خمس سنين اللور كان موجود لهذا كاي اللي نعرفه احنا يا تشخيص داء السكري شك شك أنا بنادم ما ما عنده حتى مرض ولا يدورين بتيت كونسلتاشون حتى الوزارة الصحة وحتى يعني احنا في الأرشاد الصحي نحط أنه يكون المدسان الفامي المدسان الفامي يعرف عندك للي بارون للي بارون قال عندهم سكري عندهم الويرات نعم بارك الله فيك عن طريق المدسان الفامي تقدر جيري كالعائلة لهذا نحط أن يكون المدسان الفامي طبيب العائلة بارك الله فيك طبيب العائلة لما تكلمنا على المنصوح لهم صيام كيقولنا ديابات غيصان ديابات خيصان ديابات جديد نقاول بالأدوية بالأقرص هذا منصوح لهم صيام لأنه أول شيء اللي تقول لك طبيب يعطيك الأدوية ويحفت عليك الرياضة والنظام الغذائي الصحي مشهد الرجيم الممكن المشاهد كريم يسمع كلمة الرجيم يقول كحيم إنها حيمية وينحولي وممكن النظام الغذائي الصحي هو التنظيم الوجبات ما هو منع الوجبات احنا في الإرشاد الصحي ما هو نوري لك وش تاكل لا لا نوري لك كيفاش تاكل لأنه كي طريقة أن ناكل مليح ونشبع ومنطلع عليش راقليسي بزي هذا هو النظام الغذائي الصحي المعتمد عليه حاليا لما تكلمه للمنصوح لهم صيام كيكل راقليسي متعود يزي كلي بري شوية بين يعني قل من جرامات وخمسين منصوح لهم صيام لأنه الصيام يساعد على كيما نقولون ضبط ضبط بصفة عامة ضبط السكر نسبة السكر في الدم يخافي نسبة السكر في الدم لأنه المعروف أنه لما يجيك ماري جديد أول كلام نقول له تشرب القازز طبيعا نشرب القازز تاكل الحلويات ناكل الخمس ناكل حلوية طبيعا نعهدك نحيكل نحن عم طريق يعني الصيام نخلي أنه هذا المريض يدخل في الطريق الصحي أنه اعتماده على النظام الغذائي الصحي اللي ممكن يقسم الوجبات التعو إلى تلت مراحل المحطة يعني في رمضان ممكن الناس تقول لك أنا نفطر ونتعي شابرك ونصحر أنا نقول لهم لا لا مليح تاكل شوية عند المغرب زيد شوية زيد سوا عوالا رحك للجامعة وتعوتولي زيد كما أقول يبتيد من بعد تصحر تصحروا فإن في صحور بركة المريض أنا منحو شغال مريض كل مواطن ولكن المريض لازم عليه يصحر الآن صحور صحي كان صحور صحي كان فطور صحي كان غداء صحي هذا كل يجعل أنه يتجنب المضاعفات كل ممنوع عليهم الصيام من لا يجب عليه الصوم في الممنوع على الصيام هو اللي عنده حلالي نتخوف موش لدي الأنس ولا لشرب الأقرس نتخوف اللي عنده ينخفار نسبة السكر في الدم ومايفيقلوش كالناس يحبط له السكر 0.70 0.76 مايفيقس من مرضى السكري بارك الله بك هدو مرضى عندهم خاصية حتى طبيب يمنع يقولوا أنت من أرصم لماذا؟ لأنه لما يتكلم مع الطبيب يقول أستاذا يحبط السكر منحسلوش هذا هو الخطر نحن نتخوفه نعم صح علش نتخوفه لأنه إنخفار نسبة السكر في الدم نحن نبدأ نخموه نخموه ممكن يكون سوق سيارة يكون حافية يكون في تاريق سارع يكون في مكان ممكن الفقدان تعال الوعي يقدر يدي ممكن الناس سمع زيد على ذلك نقدر نفقد روح نحن هذا ممنوع عليه الصيام بين هذا النوع الممنوع عليه الصيام المرأة الحامل المرأة الحامل تقولك نحصره مليح كينصوم المرأة الحامل التي تعاج بالألشين وكاللعنضاد ضغط الدموي كاللعنضاد السكري وحملت وكاللعنضاد جيسترسونال يأتي أبتنا بارك الله يأتي أتنا الحمل لما تولد ولا يروح هذا السكري علميا يعني يعني أو درجاء وهذه ممكن عندها تسل آخر ولكن المرحلة هذه العكس المنصوح لها أنها تأكل ممنوع لها الصيام لماذا لأنه ممكن تسبب هلاك لها زيد على هلاك للجنين بارك الله لهذا الجنين يتغدى من الأكلات التي تأكلها حتى أنها تكون أكلات طبيعية فيها خضروات فيها فواكه فيها ماء فيها بدون عصائل سكرية بدون يعني حلويات سكرية التي ترفع نسبة السكر في الدم ولا تعطينا أي قوة لهذا الغداء الصحي باحتوائه للألياف والفيتامينات والمعادن يخلي أن الجنين يكبر مليح حتى المرأة لا تتعب هذا هو الضور الإرشاد الصحي ممكن حتى يعني فطور ممكن المشاهد ربما دكتور على نقطة مهمة أنت تكلمت على الفئات الثلاثة لداء السكرية من يجب عليها الصوم من يمنع عليها الصوم ومن من المحبذ أن تصوم مما يساعد في ضبط معدل السكري في الجسم نتكلم على الفئة التي تصوم كيف يجب أن تفطر يعني لما تكون يعني اليوم لساعات طويلة في فترة صيام أكيد أن الجسم يحتاج إلى طاقة وهذه الطاقة بالنسبة لمريض داء السكري يجب أن تكون بالطورق مضبوطة حتى لا يتأذى مريض داء السكري في فترة الصوم بارك الله فيك منزوم علينا الصيام ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم افطرع على تمارات أو رطب أو حساوات من الماء المصاب هذا سوفر النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن الله خما نفكر بالكين مرضى ممكن يعجز عليهم أخذ الطمر نحن لا نمنع أخذ الطمر ولكن المصاب داء السكر إذا كان يفطر على رطب أو على ثمرات إذا كانت قليسي ميتة أو موان دان قرام يجب قياس السكر قبل الإفطار لما يقيس ويشوف قليسي ميتة أو موان دان قرام يعني أقل من غرام واحد غرام يقدر يأكل تمرة زوش تمرت إذا كانت قليسي ميتة أو سيباريو دان قرام فان دان قرام كارونتي من الأحسن أنه يحتسي ماء حتى يعني من السنة أنك تحتسي حسوات من الماء على الثلاث مراحل وتروح كما نقول إحنا تأخذ الفطور تاك ممكن مشاهد كريم يقول لك أين قرام ديس وما ناكل ستمر على ما ناكل ستمر قلوا على ما تاكل ستمر لأنه أنت رح رح تاكل طاجين زيتون حتاكل شربة حتاكل بورك رح تاكل المطلع رح تاكل ما لابلش المتوم كل هادو يرفعون نسبات السكر في الدم إذا كان أنت ما رح تاكل هادو تقدر تاكل التمر ولكن أنت زيد الطين بالله تأخذ التمر اللي حلو وزيد الدهون تعلبورك والدهون تعلبورك والدهون تعلبورك وتعلمتهم وتعجيل زيتون وتعجيل في الألس وكل هذا لهذا نحن نصيح هنا كل منطقة وعندنا نصيح خاصة لما نروح للمنطقة القابائل عن نصيح خاصة من غير المعقول من غير المعقول أن نروح منطقة فيها أمهات نقول يومنا عليك أخذ الكوسكوس لا نقول كيفاش تأكل الكوسكوس كيفاش الكوسكوس ترجعه صحي نروح للمنطقة البسكرة ونروح البسعادة نقول احنا ما تحبسوا تشخشوخة مش يشتاكلوها لا نشوف ونفكروا كيفاش نلقوا تاريق أنه تكون تشخشوخة صحية يعني كل منطقة والجزائر قارة وكل منطقة وعندنا أكلة خاصة نروح للغرب نقول لنا يا ما تكون الحريرة الحريرة تطلع عليك لا نشوف كيفاش تكون حريرة صحية كيف يمكن لهذا الغذاء الذي تحدث عليه سيد أحدى أن يتناوله مريض السكري بعد الإفطار ولا يؤثر في ارتفاع السكري بنسبة التي يمكن أن تؤذي المريض في فترة يعني الإفطار ككل من بداية الإفطار ربما إلى غاية الصحور بارك الله أول شيء أول شيء إذا كان أفطار واحتسح سوى من الماء والأفطار على طاقة وكانت لقى لزيمة أو مواندان قرب حاجتان يأخذ صلاطة نحت أنها تكون خضروة الورقية هي بداية الأكل بارك الله لأنها تحتوي على ألياف تحتوي على فيطامينات ومعادن ممكن المشاهد الكريم كنا نقول شرادة أنا 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 لا الشرادة ولا الخص باللغة الفصحة الشرادة فيها ألياف والألياف تساعد على امتصاص نسبة الصلاطة فالدمزيد على ذلك لندس غليسيميك يعني ما تطلع لك ما بعد أخذ الوجابات ممكن كأن الناس تساعد ربما في مسألة الهضم أيضا بارك الله ما تبدأ بلا صالات كي ما تبدأ بالصلاة نسبة سكرتا كي طلع يعني لندس غليسيميك طالع وانت كيت الخبز وكيت طاجين زيت وماش بعد لما يطلع لغليسيميك راح توعيق حيان ممكن تسبب لك عزمة طلعش للجامعة تصلي التراويح ممكن ما تخرش مع الأيل أو كان عندك خرجة كما ممكن تشغل أو تحويس أو يعني توعيق الحياة لهذا نبدأ بالشلادة الشلادة تكون نقدر ندلو فيها شوية خيار نقدر ندلو فيها الجزر ولكن موش طيب الجزر يكون مرابي أحسن البيطراف تكون مرابي أحسن ني بارك الله ني الخيار نقطره ونزيده حاجة بارك إضافة زيت الزيتون وفقط بارك الله لنندلوش الملح وما ناكلوش بارك الله والله نصيحة نقولها مع المرضى نقول لهم لكل شلادة بالخبز كي يشرب الدواب القازوز يعني ما يتلاقاوش مدابينا للصلاة تنكل هكذاك حتى تكون فائدة بارك الله عندها الألياف وزيد قلت أستاذة تساعد على الهضم لأنه فيها مواد يعني تساعد المعداء على الهضم كل زيد على الهضم بارك الله من بعد إذا كانت من أحسن المنصوح به وهو سيد يسوب علش 16 ساعة ولا 15 ساعة وتصايم تبدأ ديرك بالخبز ولا مباشرة بالدول ولا بالسوكرية يعني تربع نسبة السكر وعلميا علميا لما نراجع روحي علميا أنه السكر تاعة الأقليسي ما يتقيسها أول حاجة اللي كريتها هي اللي رح تقيسها من بعد زود سوايا وكل بديت نطب السكر كالناس اللي تبدأ بالقازوس وتبدأ بالجو قلب اللوس فمرحبا بالمشاكل لهذا غير منصوح به أنه نبدأ بالسكرية نبدأ بالخضروات نبدأ ممكن أن الناس كالناس يغال مصاب بداية السكرية ولا يعني يقدر يبدأ بالفواكه حتى بالنسبة للأشخاص العاديين الغير المصاب بداية السكرية هذه نصائح للمحافظة على جسم سليم وعلى ربما فترة هاضم بعد ساعات طويلة من الصيام أنه يكون هناك عملية هاضم سهلة للجسم حتى الإنسان لا يتعب حتى في هذه الفترة من الإفطار تفضلتي وقلتي كلمة مليحة على بلك نحن ممكن في الصحة الصحة العمومية دقينا ناقوس الخطر حتى وزير الصحة دقنا ناقوس الخطر يا ناس او كان ارتفاع تعصمنا كما كان ملتقا تعصمنا كان ملتقا تعصرون سرطان دقنا ناقوس الخطر وزير الصحة زد دقنا ناقوس الخطر 14 نوفمبر 2023 وهذا يعود للعادات السيئة والسلبية في تناول الأغذية ولينا ما نعرفه شناكله ناكله السكريات ناكله الدهود وما نقول لك سمنت والله غلق لي سمنت يعني هذا يخلي أنك الأكل غير الصحي يسبب كل هذه المشاكل بارك الله لما نراجع نفسي بردبية تكلمنا على السمنة السمنة رأي انتشرت في الجزائف برقام رعيبة ومخيفة البروفيسور الطبيبية كان عنده ندوة تكلم على السمنة خاصة عند لفان بكري كانت النحافة عند النساء عند النحافة كانت عند النساء يخي نساء تحب تقول اعطيحنا شو ارجعش المتهاونين شوية الآن يعني النساء اسمانوا على الرجال يعني وصمنا باب على مرض باب لعدة أمراء وليس أمرض واحد مرض السكرية ضغط الدموية مرض السرطانية وكل ما يشبه ذلك ممكن نعود نرجع الممنوع عليهم الصيام بارك الله نتكلم على فترة السحور نتكلم على مراحل الغذاء كيف يجب أن تكون تفضل تفضل سيد بيناقف المشاهد الكريم كين ناس يقولك أنا سو كومبريمي المعلومة الخاطئة أنا سو كومبريمي نقدر نصوم وما عندي السكر كين ناس مصابون بالضغط الدموي عندهم أدوية على الثمانية على الأشرة على الثناش على الربعة على الخمسة ممكن على الثمانية هذه الأدوية وكانسيون قسموهم ليلا من قدروش هذا ممنوع عليه الصيام نعم مع السشارة الطبية كمية كبيرة من الأدوية كان عندهم انخفاض الضغط الدموي كان عندهم ارتفاع الضغط الدموي اللي ممكن يؤدي إلى حتى الإعاقة الله بيسي أقصدهم بسكيلة سليبران عندهم على الجلطة الدماغية اللي راهي في الجزائر ممكن في ارتفاع لس قولك لا لا تقلق لا لا الغذاء كصحة ووقاية بالنسبة للمريض والغير المريض لما تكلمنا للمريض المريض على اشتناب مضاعف أداة السكري أما الغير المريض قلت عليها أستاذا أنه ممكن وقاية لاجتناب الأمراض السرطانية والسكرية والضغط الدموي وكل ما يشبه دليل نتكرمه على الصحور الصحية الصحور الصحية تعودنا أننا ناكلوا الكوسكوس من غير المعقول أنا نقوله لا لا ما تاكلوش كوسكوس لا لا أكلو حاجة غير معلش حبي يأكل الكوسكوس ما هو لا حرج ولكن الكمية والاعتدال والكوسكوس الصحي كوسكوس الصحي يكون فيه ألياف منين نجيبه الغداء الكامل الغداء الكامل كاين الكوسكوس الكامل بيحتوى هي على الألياف نوعية الكوسكوس بارك الله نوعية الكوسكوس اللي يخليهمه الكوسكوس قم بليك حتى يعني ممكن يتباع ولا ما قدرش يشريع ويقول لك غالي تعمل يقدروا يبريباري وحفظ دار كوسكوس طبيعي وشوية نخالة يقدروا يبريباري وزيد على ذلك أنا ننصح ننصح بالخضروات في الكوسكوس بارك الله فيك اكتار من الخضروات ممكن أنا نتكلم تختارها مع الواحد العجوز يعني الأم بتاعنا لبلا قطينا ما نقدرش ما ناكلش انبلا تاع كوسكوس قلت لها معلش حاطي انبلا قسميه على زوج نحي النصف هذك النصف اللي نحيته عما رأي كله خضروات الخرشوف الخضروات اللي يديرها كل واحد كل واحد يدير الخضروات يعني كل منطقة ويش يدير الخضروات ما تكون خالي من الزرودية والجزر نبتعد عنها ممنوع من نسبة لمرضى السوكري لأنه يرفع نسبة السوكري الجزر والبيطرف يعني لما يغلي ويلو عسل غير منصح بهم من المرضى السوكري يعني من المحبذ أن يتم تناوله نيئ أي خضروات إلا الجزر تحدث عن الجزر والشمندر السوكري والبازيلة الجلبان هذا يصبحون عسل بعد الطهي بعد الطهي يصبحون عسل لكن بالنسبة للجزر والشمندر السوكري يمكن تناولهما بطريقة نيئة نيئ منصح به فيه فيطامين أ والأخر فيه يعني السكر طبيعي لاكس مليئ منصح به قبل الطهي قبل الطهي من أحسن ما يطيب زيد على ذلك يعمل خضروات تأكل هذا كله بلاتحة ماشي بلاتحة كيما نقول الجبل عنها أين بلاتحة كلاته بالنسبة للحليب ومشتقاته معاش تقدر تعود تزيد هذاك النص اللي كلاته لأنه كلات على الخضروات تزيد عليك إذا كان الكسكس بالكامل ممكن يقولك أنا نحب البن يقولك نحب الراي حليب ومشتقاته أنا ننصح بالزبادية الزبادية موش يقوله زبادية ممكن لغة العربية يقولك زبادية غالية تأمن وننجيبه لا لا الريجيم هذك ريكونا ناكله كيكونه صغر ريكونا نزيدوله بكر ريكونا نزيدوله السكر هذك من صعبي ولكن السكر هذك خطأ ناكله هذك طبيعي بارك الله هذك طبيعي يساعد الهضم فيه بكتيريا نافعة يقضي على البكتيريا الضرر في المعدة والجهاز الحرفي بصيفة عامة شوف يعني نصح زيد على ذلك نختم بالماء الماء قدر المؤسطة طعم واش نقولك نشرب ربعلي ثلاث باش تشد نهار كامل لا لا الكمية دي يحتاجها الجسم إنسان شتكي تشرب وطروة هل تم هذك وش تحتاج أنت ما تزيدش نتكلمه على الصحور هل يحبث أن يؤخر الصحور لآخر فترة من الإفطار لمرضى السكري أم يحبث تقديم الصحور الله هو المحبث المحبث والمنصوح به علميا ودينيا أنه تأخير الصحور تصحور لا يعني ممكن حتى يعني الوقت حتى يعني إحنا في الجزائي الحمدولار بالعالمين عندنا يعني أوقات مخصصة يعطونا الوقت بدأت وقتصن الصحور يعني كأن الناس ستشتغل على هذا الحمدولار بالعالمين من الجناتة الدينية اللي راهي من وزارة الشؤون دينية تصهر على يعني حماية المواطن حتى بالنصاح الحمد الصحية ونشوفوا يا أخي أيام وقت الصحور وقت الفطور يعني مدبوطة مدبوطة حتى في كل ولاية في كل منطقة في كل يعني مدبوطة يعني يقدر يعتمد على يحبب أن يؤخر الصحور هذا يؤخر الصحور كي ينحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الإجبار الحدي نبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإفطار أول ما يقدم تجيب الأذكار ويتفطر والالصحور آخر تخليه تؤخره إلى آخر يعني ممكن وقت باش تتصحر علش هذا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال لما نتبعوا نظام الغداء الصحي الغداء الصحي مستوحى من الدين ديننا يحط على النظام الغداء الصحي والرياضة منصح به الرياضة ولكن الرياضة ممكن ما تكونش كما نقوله كاي الناس ما عجلش قاع رياضة 21 شهر ما جلش هذا غير منصح له الرياضة نتكلم عن الرياضة اللي حبي يمشي احنا الرياضة المشي درناه مع الرياضة لأنه ممكن مصابي دار السكري يقولك أنا ما نقدرش نجري عندي استر أنا نتعب نحن نقوله لو ما تجريش وحن ما قالك نجري عليك بالنسلان المشي بخطوات متقاربة وسريعة لا تتعب ولكن تقوي الجسم وتقوي الجهاز المناعي بصفة حمى لماذا؟ على شرعنا نناكله باش نعيشه وعلى شرعنا نعيشه باش نعب دوربي سبحانه إذا كان دهابك للصالوات بخطوات يعني متقاربة وسريعة هذا السنة زيد على ذلك أنه هي تعتبر كرياضة زيد بالنسبة مرضى السكري يقولك أنا يوما كاشكيش ندي الرياضة أنا نقول لهم يقولك يا أخي المنصوح لهم المنصوح لهم يروحوا يصلوا التراويح التراويح هي عبادة ورياضة بارك الله نعم ربما تكلموا على نقطة أخيرة سيد أحدى بالنسبة لقياس نسبة السكر في اليوم بالنسبة للصائم وبالنسبة أيضا للمصابين بداء السكري ولا يجب عليهم الصوم ما هي الفترات وكيف يجب قياس نسبة السكري في الدم طيلة فترة يعني يوم شهر رمضان شوفي شكايا كل مريض وعنده قياسات خاصة به اللي ما نتكلمه على مريض السكري نوع الأول اللي يقولنا الطبيب بتاعه نصحه بالصيام بالتلسيق مع الطبيب صام لقاه روحه مليحي هذا استشارات طبية نعم مستعيل أنك تصوم من هوى نفسك تروح لطبيب نصارحك أنا حنصوم نقالك طريق الطبيب أولي قالك ما تصوم على عاتق رقبة الطبيب اللي قالك ما تصوم سهل أنك واحد من العاليسية مو سهل ومو سهل أنك واحد تقوله تصوم وهو مش قادر يعني طبيب على دراية يعني دي بيلان على المخاطر على المخاطر التي يمكن أن تصدقها مضبوطة ودي جاول في الطبيب الأيام رمضان وهذا هو الوقت من أحسن يروح للطبيب وإذا حاب يتاجر مع الطبيب أنا يا طبيب أنا حاب نصوم وتلقى القالية تلقى الطبيب يقدر يسيح يقوله سيح اليوم سيح اليوم صوم يقدر يسيح اليوم يسيح وشعر شعبان يعني محبة فيه الصيام يمكن أن يكون الخمسطاش الشعبان يقدر يسيح يسيح يشوف لكن يسيح يتعقى كيفاش لعبة كيفاش طلعت وشكلها وشكلها يقدر هو يروض يعني يجيس من هو على الصيام هلاش حنا نقوله المريض طبيب نفسه ناس زمان يقوله أنا شو والدينا المريض طبيب نفسه وصح طبيب نفسه ولكن موش من الهواء موش يجيب ويشرب ولا لوتوميديكا موش يجيب لا لا طيب ننسوا أنه من النظام الغدائي الصحي والرياضة والمشي وما يشبه ذلك أنه يساعد الطبيب على يعني كما تشخيص المبوط بارك بإضباط ضبط السكري وضبط الضغط الدمائم نعود للسؤال تاك اللي قلتي أنه قياس بارك قياسات بنسبة لمرضى السكري النوع الأول عنده قياسات خاصة والنوع الثاني عنده قياسات خاصة لما نصوح لهم لما تكلمنا قال حبيتنا ناكل التمر وانا نشحص روح يسكر تاعي موش مليه ندير لقليسي ميتاعي قبل الإفطار ونشوف لقليسي ميتاعي القتام وين دين قرام ناكل التمرات نلقيتها بلوس دين قرام احتى قرام كارونت نشرب بالماء وناكل الفطور التاعي الصحي إذا كان زود سوية مور الماكلة باش نتعلم كيما أنا برميجور تاع رمضان عندي قريب 28 29 يوم راح نصوم زود سوية مور الأكل نزيد نقيس لقليسي ميتاعي ونماركيها ونشوف واش كليت واش اللي غدو إن شاء الله يزي من نحي حاجة ننحيها ولا حاجة نزيدها هذا باش يولي المال يولي مال أوتونوم من بعد عندنا قبل الصحور من نحي يدى لقليسي ميتاعو ولا يأخر إلى آخر الصحور بعد ما يكون يروح يصلي وعفدي ولي يزيد يقش لقليسي ميتاعو من بعد حسب الحاجة فلا ما تيني حسب الحاجة إلسي صنبابيا ما هو شمال حسبوه خمو حسبوه حكمو ممكن التعب شادد تعرق شادد يعني بين بعين العلامات على الإنخيفة لنسبة السكر الدم يقدر يدى لقليسي ميتاعو كابيلات إذا يلقاهها 0.70 يجب عليه الإفطار إذا يلقاهها فوق تلتغرامات يجب عليه الإفطار ودهب للطبيب بالنسبة لقاه 0.70 يعني السكر منخافت يقدر يطح في أي العداء يقدر يكسر سيام تكتور أستسميحك ربما ننوصل في هذه النقطة الأخيرة التي نتحدث عليها لكن قبل ذلك توجه مشاهدينا إلى ولاية وهران في هذا المباشر مع الزميل ماسين حامياء الذي سيحدثنا ويضعنا في تفاصيل الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات صباحك طيب زميلي ماسين صباح الخير إذن زميلتي نعم معا من أجل أمن غذائي مستدام هو شعار هذه الطبعة الجديدة لصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات سيبا الفين واربعين وعشرين المنظم هنا بمركز المؤتمرات محمد بن حمد بي وهران تحت الرعاية السامية لسيد رئيس الجمهورية مشاركة مائة واربعين مائة واربعين وسبعين من داخل وخارج الوطن فيما بلغ عدد الجنسيات التي سجلت حضورها في الصالون ستة عشر دولة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وعديد الدول العربية بالعموم حجم المشاركين والعارضين قفز إلى مائة واربعين وسبعين مقابل مائة واثنين في الطبعة السابقة أما المشاركة الدولية فارتفعت إلى ستة عشر دولة مقابل عشر دول في الطبعة السابقة وفيما يخص مساحة العرض فقط خصصة لهذه الطبعة مساحة قدرها الفين وثلاثمائة وثمان وسبعين متر مربع مقابل ألف وثلاثمائة متر مربع في طبعة السابقة وهذا قد يظهر جليا الأهمية التي أعطتها السلطات الجزائرية لهذا المعرض الذي لا يعتبر كفرصة فقط لتقديم المنتجات الصيدية كما صرح بذلك وزير القطاع السيد أحمد بداني وإنما سانحة لبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة لربط أواصر الشراكة البينية واستعراض الخبر الجزائرية والأجنبية في هذا الميدان وهي فرصة كذلك لاستعراض ثقافة الجزائرية كذلك خاصة وأنها تعرف حضور ومشاركة للهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط CGPM هيئة مبادرة دول غرب المتوسط وست ميد برنامج الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأوروبي برنامج جيز الألماني بالإضافة لمراكز بحث ومكاتب دراسات وطنية جزائرية أما عن الورشات فنذكر أن أبرزها ورشة حول مساهمة المتجات الصيدية في الصناعة الدوائية ورشة حول صناعة السفن المعايير الصحية لمتجات الصيد البحري وتربية المائيات التقنيات الحديثة في الصيد التون الحمراء المقاولاتية والمؤسسات النشئة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ورشة حول أليات المتابعة والمراقبة لنشاطات الصيد البحري وأخرى كذلك حول الطاقة الخضراء بالإضافة كذلك إلى تخصيص ورشات للتذوق تذوق مختلف منتجات تربية المائيات وفي هذه الأثناء لم تنطلق بعد فعاليات هذا الصالون وهم يحضرون لدخول المشاركين وكذلك الوزراء الذين سيكونون حاضرين في انطلاقة هذا الصالون لعام 2024 وأكيد سنوفيكم بأكثر تفاصيل من خلال نشرتنا اللاحقة إليكم الخطس جزيلا لكي زميلي مسين حامي على كل هذه التفاصيل كنت معنا على المباشر من ولاية وهران أعود ربما في آخر سؤال سيد فيصل أحدى حتى نواصل نصائح المحبة ذا في ما يتعلق بجانب قياس السكر في الدم بالنسبة للصائم في فترة شهر رمضان المتعلقة بذاء السكري بارك الله فيك الحمد لله بالعالمين العمل الغذائي وممكن نتكلم عن السمك وممكن ما نعطونا صاحح للسمك يقولك غالي تمن عن طريقة ممكن تربية المائيات ممكن السعرين خافضوا ومنصوح بالنسبة لمرضى السكري باحتواء الأوميغا طروة نتكلم على نور وغذاء سحيل الجمع مبارك الله فيه نتكلم على مضاعف السكري بالقدم السكري وانصرها من الأوميغا طروة منصوح به هذا الغذائي زيد على ذلك الأمن الغذائي والأمن الصحي حمد لله بالعالمين الجزائي تنتج كل الأدوية المخصصة لمرضى السكري وموجودة ومعوضة مئة بالمئة شيء يفتخر به كفاها أن الأنسولين تكون منتجا محليا وكل الأنسولين وكل أنواع تكون جزائرية الحمد لله بالعالمين شأنوا يفتخروا به نرجع الموضوع التأكد ربما لم يبقى من الوقت يعني كانت كل تفضل في نقطة آخر يعني ممكن لك الجليسيمي يلقىها تحت 0.70 يكسر السيام بان ريسيكري كما نقول ريسيكري يأكل حاجة رابيد سكر رابيد من بعد يأكل سكر من بعد 4 ساعات يعود يقص إذا كان ما زال من خفضة تحت باش يطلع على قليسيميتاو ممكن استشارة طبيعية فوق تلتغرامات بدون استشارة طبيعية يكسر السيام من بعد تكون استشارة الطبيعية لأنه ممكن لما يرفع نسبة سكر في الدم يصاب المريض بالجفاف والجفاف ممكن يكون عنده في الكيلة لعنده أي مشكل في الكيلة ممنوع عليه الصيام يعني خلاص القول أنه يجب أن يستشير مريض السكري الطبيب قبل الصيام أو عدمه وحتى كيفية قياس ضغط الدم وضغط السكري في الجسم طيلة فترة السيام إلى ما غير ذلك من النصائح المتعددة سيد فيصل أحدى رئيس جمعية مرضى داء السكري شكرا جزيلا لك على كل هذه نصائح والتفاصيل وإليك شكرا شكرا مشاهدين ابقوا معنا نتواصل بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين اذن وصلنا إلى ركن المستهلك حيث سنقف عند تأثير استعمال البلاستيك على صحة المواطن والمستهلك عموما ولتفصيلي في هذا الموضوع أسعد باستطافة سيد صفيان الواسع المكلف بالإعلام لمنظمات حمايتك مرحبا بك سيدي أبيك مرحبا وأسعد الله صباحك وصباح كل متتبعي القناة العمومية الثالثة مرحبا سيد الواسع اليوم اخترنا حديثنا عن تأثير مادة البلاستيك على صحة الإنسان وحتى على البيئة والطبيعة يعني لما نتكلموا على هذا الموضوع بأبعاده الواسعة اليوم نعرف أن مادة البلاستيك تدخل في صناعة معظم الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية لكن الأبحاث في كل مرة تؤكد وتقول بأن هذه المادة لها تأثيرات خطيرة جدا على الجسم كيف يمكن أن تكون هناك توعية وتحسيس للمواطن الجزائري حتى ينقص من استعمال هذه المادة ربما في البداية نتعرف على المخاطر في بداية يعني نتكلموا على مادة البلاستيك ما هو البلاستيك ما هو هذا العنصر البلاستيك هي مادة مشتقة من البترول مباشرة تم تطويرها في نهاية الربعينات الخمسينات واستهلكت يعني على المدى الواسع لسهولة قولبتها وسهولة صناعتها وسهولة أيضا المادة الأولية كانت متوفرة ورخص ثمانية نعم ونخفض أسعارها استعملت بطريقة كبيرة ما كانش أبحاث يعني في تلك السنوات الماضية تم الاستغناء على كل ما هو طبيعي من أكياس الورق ومن كل القارورات الزجاجية الرخامية الأواني يعني تم الاستغناء عصبحت هذا كما نقول احنا أمر يومي واستهلاك يومي ولنشوف يعني البلاستيك في كل المجالات وفي عديد الصناعات يعني حتى صناعة الأنسجة والتي عندنا يعني ألبسة من مادة البلاستيك حتى الأحذية من مادة البلاستيك السيارات فيها مادة البلاستيك ولكن البلاستيك هذا يتقسم إلى عديد الأنواع نتكلم على المخاطر تعمل مادة البلاستيك كل الدراسات وكل اللقاءات على المستوى العالمي فيما يخص البيئات تكلم على تأثير مادة البلاستيك لأن هذه القارورات وهذه الأكياس البلاستيكية مآلها إلى أماكن الردوم مدام هذه الأكياس عوامل طبيعية خفيفة فقط يعني مجرد الرياح رأيك رح تتغير من مكان إلى آخر نتكلم على دول يعني اللي تكون عندها تلوث كبير هذه الأكياس تمشي في الأودية من الأودية وين رح تصب تصب في البحار والمحيطات تتخيلي أنهم وجدوا في شمال المحيط الأطلسي بين السويد والدانيمارك بقايا لمادة البلاستيك وقارورات المصدر تحامن الهند شوفي قطعة بالتيارات البحرية مهلاف وآلاف الكيلومترات حتى وصلت إلى ذلك الماء المشكلة ما روش في القارورات ربما يتم استرجاع هذه القارورات أو جمعها بعديد النشاطات يعني في المسطحات المائية أو حتى في مكة بالنفايات المشكلة الكبيرة هو جزيئات البلاستيك هذه المحيطات اللي رأيتبان الزرقة والصافية الدراسات الأخيرة رأيتتتحدث على جزيئات يعني صغيرة أقل من مليمتر من مادات البلاستيك اللي رأيتستهلكها الأسماك يعني بطريقتين غير مباشرة وتأثر فيها الحياة البرية والحياة البحرية رأيك تتأثر نتكلم أيضا على المخاطر انتحها قلنا البلاستيك فيه عدة أنواع نشوف القارورات المائية لما نأخذ على سبيل المثال قارورة ونقلبها نلقاوا يعني في القارورة نلقاوا مثلث لما تشوف هذا المثلث تلقى فيه رقم واحد هذا الرقم هذا معناه أنه هذه القارورة تستعمل لمرة واحدة وفقط يعني تستعملها مرة واحدة وفقط في شروط معينة إن كانت قارورة ماء فوجب حفظها بعيدا على الشمس لأن أشعة الشمس رأيك رايح تأثر على مادة البلاستيك ورأيك رايح يتفاعل تفرز مواد كيميائية مواد كيميائية يعني لتأثر ومواد مصرطينة يعني لتأثر على الصحة العمومية ربما ما راح تأثر عليك يعني في عام ونعامين ولكن لما شكرا ويستهلكوا الماء المعدنية بصفتين يومية كي الناس تستهلك المياه المعدنية عفوا بصفتين يومية الرضع تحذير حليب الرضع مغلاج الماء يعني أنت رح تأخذ بموشارة قارورة عن المرضى لما تزورهم يأخذوا المياه المعدنية تخيلي لما نوضعوها في أماكن المشروبات سواء الغازية أو العصائر أو حتى مواد أخرى هذه المشروبات فيها مواد كيميائية ما تتفعلش مع البلاستيك ولكن إن عرضت تحت أشعة الشمس رأي لك رايحة تعرض كيميائية تتفاعل نتكلموا على المواد كيميائية نقوم باقتناءها الأكياس السوداء الأكياس السوداء تحوي على مواد مسترطين وكانت فيها قوانين تمنع استعمالها في المواد الغذائية أو المواد كيميائية مادة الخبز أو مواد أخرى التي ممكن أنها تتفاعل معها السوداء حتى منعت ولكن هناك لماذا زال الناس تستعملها في اقتناء الحاجيات زيد المنظر الطبيعي حتى الأواني البلاستيكية اليوم أصبحت منتشرة بكميات كبيرة وبأشكال وأنواع والجزائر يقتنيها كثيرا لانخفاض ثمانيها وهي تؤثر أيضا على صحة الأواني البلاستيكية نعم نعطيك قرورة رضع الأطفال قرورة رضع الأطفال نلقوا مثلث فيه لرقم خمسة خمسة يعني هذه مادة البلاستيك ممكن أن تستعملها يعني عديد المرات المرات نلقوا الرقم سبعة الرقم ستة كل هذه الأرقام نعم مادة خطيرة يستعمل للمواد يعني للأحماض أو المواد الأخرى وهذا البلاستيك أخطر أنواع وأشد أنواع البلاستيك خطورة نحن دائما نتكلموا على مستوى منظمة حمايتك نوضعوا عديد المنشورات عبر صفحتنا نتكلموا على الناس التي تستعمل خزانات الماء تلك خزانات الماء المكعبة التي كانت فيها مواد كيميائية لأن المصانع عوض أن يقوموا بتدميرها وتحطيمها في أماكن الردم مخصصة لأن تلك المكعبات تشاهد فيهم المواطن هذه الخزانات التي فيها غطاء حديدي وفيها القذبان حديدية يخيل للناس أنه لما يقوموا بتنظيفها مرة أو ثنين أو ثلاثة ستروح منها المواد الكيميائية وهذا الشي خطأ وخطأ يقول لك نستعملها إلا للغسل يا جمعة الخير كي فيها مواد شديدة التركيز هذه المواد شديدة التركيز يعني لا تروحش تبقى في هذه المادة وراء ملوث هذا البلاستيك فبالله عليكم تستعملوها للغسل الجسم التاعك لا يريدك شريحة تدخل معها هذه المياه هذا البلاستيك من الخطورة تكلمتي لي على الأواني الأواني أيضا الأواني فيها رقم خمسة ولكن عندها مدة صراحية متاحة لما تروح أنت تروح تشريد تقول وعطيني الصحون البلاستيكية يعطيك الصحن البلاستيكي وفرشات البلاستيكية بيضاء ولكن حتى ولو كان غذائي ما لازم تكون درجة الحرارة مرتفعة لأن درجة الحرارة راح يكون فيها تفاعل هذا شيء معروف يعني فيزيائيا معروف لذلك يمنع استعمال الأواني البلاستيكية في المايكرو ويف مثلا أو ربما في الأماكن التي كنت تكون فيها الحرارة الشديدة نعم تروح أنت يعطيك تلك العلب تلك العلب تعل الأكل يقول لك نوضع فيها أنا يعني الأكل هذا ويحطو لك حار جدا رغم أنه فيه بعض العلامات ليكتب لك يعني الحرارة ما تستعملش صح غذائي ولكن ما لازمش نستعمله في الحرارة في حرارة مرتفعة نعم الملاعق البلاستيكية حتى الأواني تعلو وجبات أصبح البلاستيك هذا يعني كما نقوله في حياتنا اليومية وتدخل بصفتين يعني كبيرة حتى نلقاوا الأكواب نتاع البلاستيك والأكياس البلاستيكية في الكياس البلاستيكية في الجزائر معدل معدل تقريبا حوالي تسعة مليار كيس في العام رقم رهيب لو نحسب فقط يعني عشر ملايين خبزة هذه العشر ملايين خبزة خمس ملايين كيس بلاستيكي في النهار هذا الخبز فقط لنعمله يعني حساب صغير وصغير إحصائية صغيرة نحسبه عشر ملايين ربعين مليون خبزة تنتج يوميا فهذا الربعين مليون كي نقسموها على ربعة ولا ريعدنا قريبها 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 ربع ملايين ولا خمس ملايين كيس يستعمل لحملها فما بالكم بالخضار والفواكه والاقتناء المواطن يروح يقتانيها حتى ولينا نشوفه عند بعض الخضارين سمحهم الله رحت هذيك يعني كما نقوله تكلموا هكذا بش يفهموا الناس رحت هذيك يعني كما نقوله قال عطيني كيلو طماطم عطيني كيلو بطاطا وكل حاجة يحطها له في كيس لازم الكيس ياخد ذلك الكيس ويوضع له ربعة ولا خمسة ولا ستة أكياس وعديد المنتجات وما قال تحاوين رأيك رايحة تروح للقمامة والقمامة والردم مع العلم أنه البلاستيك يبقى سنوات وسنوات ويأثر حتى على هذا كما قلوا على التراب ويأثر حتى على المياه الجوفية الأنهار أنا شفنا بعض الولايات هي أيضا من المواد التي لا تتحلل بسهولة ربما هي أكثر مادة تبقى لا تتحلل في الطبيعة هذا لما نتكلمه على الجانب البيئي وتأثيرها على الحياة البحرية وحتى الحياة البرية بالنسبة للأسماك وإلى ما غير ذلك التي تنتهي إلى أنها تكون في أطباق الجزائري ويتناولها الجزائري وتؤثر على صحته ربما في آخر محطة تكلموا عليها سيد الواسع أن هذا الجانب الذي أصبح يتكرر كثيرا في حياة المواطن الجزائري أنه يستعمل مادة البلاستيك بكثرة أنتم في منظمة حمايتك تسعون أن تكون هناك توعية وتحسيس كبير لتفادي استعمال مادة البلاستيك بقدر المستطاع وبقدر كبير أيضا إلى أي مدى ترون أن هناك تجاوب مع هذه الحمالات التحسيسية؟ في إطار التشاركية لأنه منظمة حمايتك الجانب البيئي لأنه حق من حقوق المستهلك الثمانية هو العيش في بيئة آمنة وسليمة ربما يقول لك المستهلك ومش علاقة تكون بالبيئة؟ نعم لأنه من حق المواطن أن يعيش في بيئة سليمة وآمنة فيما يخص الأكياس البلاستيكية كان فيه برنامج لاستبدالها بالأكياس الورقية نعم وأيضا نجب أن نرجع للعادات والتقاليد يعني تعالى الماضيين تعالى نحن القفة القفة التي تساهم بخلق ثروات وبخلق مناصب الشغل للحرفيين يعني تغطي عديد المجالات ووسيلة تدوم لفترة طاولة لا يحتاج فيها الشخص أن يقتني في الأكياس البلاستيكية كثيرة أصبحت القفة أنت تعدوم رجعت الناس كما قلوا توضحها في الصالونات فقط هكاكا تحفى على الرغم أنها محافظة على البيئة والدوم إلى السنوات ونحن كمنظمة حمايتك نسعى دوما لترشيد المواطن لا تستعملوش أكياس البلاستيك بكثرة وقتاني وكل ما هو طبيع نتمنى أن تأخذ كل هذه النصائح بعين الاعتبار سيد سوفيا الواسع المكلف بالإعلام لمنظمة حمايتك شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح على فشو مشاهدين نتوجه إلى غرفة الأخبار موجز العاشرة ونعود لتتمة محطات هذا الصباح في آخر ساعة لنهار اليوم موجز للأخبار أهلا بكم مشاهدين الكرام بداية تسلم أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وهذا خلال اجتماع نظم عن طريقة التحاضر المرئي عن بعد من قبل رئيس جمهورية سيراليون السيد جوليوس مادابيو رئيس السابق للمنتدى وبالمناسبة ألقى رئيس الجمهورية كلمة أبرز فيها قيمة ومبادئ وأهداف هذه الآلية الإفريقية التي تشكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها دول القارة رئيس الجمهورية أكد أن آلية التقييم من قبل النظراء آلية فريدة من نوعها وتمثل فضاء رحبا للحوار وتبادل الرؤى والأفكار والتحليل ومساحة آمنة يمكن في إطارها تقديم المشورة والتأييد والدعم لإيجاد الحلول لمختلف التحديات ستبقى آليةنا هذه فريدة من نوعها بالنسبة لعمل المنظمات الإقليمية من منطلق أنها تمثل بالنسبة لنا فضاء رحبا للحوار وتبادل الرؤى والأفكار والتحاليل ومساحة آمنة نستطيع من خلالها أن نستعين ببعضنا البعض لتقديم المشورة والتأييد والدعم لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهنا دولا وأقاليم وقارة السيد الرئيس أكد أن الجزائر ستسعى خلال توليها رئاسة الدورية بأقصى قدر من روح المسؤولية والتضحية والالتزام حتى تتمكن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من المساهمة بشكل فعال في العمل القاري الإفريقي من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار واستكمال مسار إنهاء الاستعمار في القارة الإفريقية ستسعى الجزائر مع أقرانها خلال توليها الرئاسة الدورية بأقصى قدر من روح المسؤولية والتضحية والالتزام حتى تتمكن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من المساهمة بشكل فعال في العمل القاري الإفريقي الذي بدأه الآباء والمؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية اتحار الإفريقي حاليا من أجل تحقيق السلم والسلام والاستقرار والازدهار واستكمال مسار إنهاء الاستعمار في ربوع قارتنا الإفريقية الغالية عين أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وبحضور عدد من أعضاء الحكومة تطلق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ابتداء من اليوم المنصة الرقمية للمستثمر بقصر المعارض أسانوبر البحري بالعاصمة وهذا استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي المنصة الرقمية للمستثمر تسمح بتكريس أكبر قدر ممكن من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي وعن هذا الموضوع تلتحق بنا مباشرة من قصر المعارض أسانوبر البحري بالعاصمة آية دحو آية إذن الخطوة الجديدة المتمثلة في المنصة الرقمية للمستثمر هي فتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد أليس كذلك؟ نعم سهيلة من هنا من قصر المعارض الصنوبر البحري ستنطلق بعد قليل مرسيم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر في شقها المرتبط بتسير العقار الصناعية منصة ستسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج للعقار الصناعية مع ضمان متابعة دقيقة ومستمرة بعيدا عن البيروقراطية مسار إداري يتيح لأصحاب المشاريع التفرغ بشكل تام لتجسيد مشاريعهم أكثر تفاصيل في نشارتنا المقبلة وهو كذلك آية دحو شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من قصر المعارض وتعزيزا للشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة المتجددة والجديدة يواصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك زيارته الرسمية إلى الجزائر مرفوقا بوفد هام مكون من إطارات الوزارة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي وكذا رؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية هذا واستقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ضيف الجزائر حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجالات الطاقة ومن المنتظر تنظم لاحقا مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة وتطوير الهايدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهايدروجين بالإضافة إلى الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين في الذاكرة التاريخية تحل اليوم الذكرى السادسة والستين لأحداث سقية سيدي يوسف التي تظل رمزا للنضال المشترك بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي المناسبة نستذكر من خلالها حادثة امتزجت فيها دماء الإخوة في البلدين في مجزرة شنيعة ارتكبها طيران الاستعمار الفرنسي بحجة ملاحقة الثوار الجزائريين البواسل في فلسطين المحتلة ولليوم الخامس والعشرين بعد المئة لا يزال العدوان الصهيوني الهمجي يرتكب أبشع المجازر بحق الأبرياء المدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة حيث شن طيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غارات عنيفة على العديد من المنازل المأهولة بسكان خاصة بوسط وجنبي القطاع ليسقط العشرات بين شهيد وجريح هذا وطلبت وزارة الصحة الفلسطينية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش بالتدخل لحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة والظفة الغربية في ظل العدوان المستمر من جهته أكد كوتيراش أن أي إجراء يتخذه الاحتلال الصهيوني في مدينة رفح سيفاقم الكابوس الإنساني وسط تواجد أكثر من نصف سكان غزة بالمنطقة مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة رياض الآن وفي الحدث الكروي الإفريقي كان كود ديفوارت أهل سهرة أمس منتخب نيجيريا إلى لقاء نهائي للمنافسة إثر فوزه بملعب السلام ببواكي على منتخب جنوب إفريقيا بالركلات الترجحية بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف وسيواجه منتخب نيجيريا في اللقاء النهائي يوم الأحد القادم المنتخب الإفواري الذي فاز على منتخب جمهورية كونغو الديمقراطية بنتيجة هدف لصفر صهرة أمس بملعب الحسن وتارى بأبي جون في الدور نصف النهائي وسجل سيباستيان هالراد الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الخامسة والستين بهذا نصل وإياكم إلى ختامي الموجز أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا في آخر ساعة لهذا الصباح ونتوجه إلى تخصص التكوين المهني حيث أسعد باستضافة السيد رابح بوحفص مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية عين تموشنت المتواجد معنا من محطة وهران مرحبا بك سيد بوحفص مرحبا بك سيدتي أولا نشكر التلفز الوطني على هذه الفرصة لأتيحتنا لتكلم عن قطاع التكوين والتعليم المهني بولاية عين تموشنت مرحبا بك سيدي نعرف أن دورة فيفري ستنطلق ابتداء من هذا الخامس والعشرين من شهر فيفري وأكيد أنه كانت هناك تسجيلات تسبق بداية هذه الدورة ماذا عن التحضير لهذه الدورة؟ بالنسبة لتحضير هذه الدورة والتي تعتبر دورة تكميل دورة أكتوبر 2023 تم اتخاذ كل الإجراءات من قبل المديرية الولائية والمؤسسات التكوينية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب للالتحاق بالتكوين المهني الهدف انتعنا هو أنه يعطاء الفرصة لكل الشباب أنه يختار التخصص الذي يرغب أن يكون التكوين فيه والاجتزابة كذلك إلى حاجات السوق من يد عاملة المؤهلة يعني مدير التكوين المهني من خلال السيدواء للولاية تم الاتصال بكل المؤسسات والإدارات العاملة على مستوى القطاع والهيئة لهم كذلك بطبيعة الحال للتعبير عن حاجاتها من يد العاملة المؤهلة والإمكانيات التي تتيحها للسماح للمتربسين لمزاولة التكوين تهم عن طريق التميين بتلك المؤسسات وفي هذا الإطار تم فتحة خصوصات بعد رصد حاجيات المؤسسات من يد العاملة المؤهلة عدد المناصب التي افتحناها في هذه الدورة هي 3075 منصب موزع ما بين التكوينات المتوجة بشهادة الدولة والتكوينات التأهيلية كذلك يعني قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتوجيهات من السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين اخذنا كل الإجراءات أننا نواصل التكفل بالمستفيدين من حد البطالة الذين لا يحضرنا التأهيلات تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل يعني كذلك افتحنا مناصب أكثر من 1100 منصب منوجها لهذه الفئة التسجيلات متواصلة هناك إقبال من قبل المتربسين على القطاع وكذلك يعني كما جرى العادة في خلال كل الدورات يتم إدراج تخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وكذلك سياسة العامة للدولة والتي ترتكز على السياحة الفلاحة الصناعة تحلية مياه البحر هذه التخصصات كذلك نعطي لها كل الأهمية نظرا لأهميتها والتوجيهات المزدد من قبل الوزارة الوصية وكذلك حاجة تسوق إلى اليد العاملة المؤهلة سيد بوحفظ فلال هذه الدورة افتحنا نعم استسمحك سيد بوحفظ لما نتحدث على هذه التخصصات الجديدة ونعرف أن قطاع التكوين التعليم والتكوين المهنيين اليوم أصبح يخصص تخصصات حسب طبيعة كل منطقة وربما حسب الخصوصيات ومناصب الشغل التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع بعد فترة ومدة التكوين ماذا عن هذه التخصصات الجديدة وهل تعتبرون أن المناصب المتوفرة حاليا بعين تيموشينت تلبي رغبة وطلب طالبي هذا النوع من التكوين بطبيعة الحال قلت باللي أنه قبل ما نحدوا أي تخصصات تتم مراسلة كل المؤسسات كل هذه تعتبر عن حاجيتها من العاملة المؤهلة بالنسبة للتخصصات الجديدة بالنسبة للدورة كانت تخصصين كانت تخصص صناعة الأجبان التي تعتبر ذات أهمية وستينفورماسيون كاليفيون يعني متوجة بشهادة الدولة وضنها في منطقة تعتبر منطقة في لحية بإمتياز وهي منطقة عين الأربعة بمركز كومي التمين عين الأربعة هذا التخصص يعني يسمح للمواطنين سواء كانوا النساء أو رجال أنهم يزولوا هذا التخصص ويساهموا في الإنتاج الوطني من الأجبان رح نتكون هناك الأسداد المتوفرين رأي الإمكانية متوفرة على مستوى المؤسسة باش يكون هذا التخصص التخصص الثاني اللي افتحناه والذي لا يقل أهمية ومعروف بالنسبة له وهو تربية الأسماك في الأحواص على مستوى مركز كولو التمين العاميرية هذا التخصص يسمح للمتخرج من القطاع التكوين والتعليم بعد سنة من التكوين عن طريق التمين والذي رح يكون على مستوى مستثمر خاص اللي يفتح دير الأحواص على مستوى الولاية هي في الحقيقة تسمح للمتخرج أنه يعمل سواء في مجال تربية الأسماك أو يعمل كذلك في مجال تربية الأسماك المدمجة في الفلاحها لا يخفاش عليكم أن السقي المنتوجات الفلاحية من المياه الناتجة عن تربية الأسماك هي غانية بالمعادن الطبيعية وتسمح أن يكون هناك إنتاج أكثر وفرة على مستوى المستثمرات الفلاحية سيد أبوحفظ ماذا عن نشير كذلك؟ نعم حتى نتعرف أكثر على كل هذه التخصصات التي أصبحت تضاف اليوم في مراكز ومعاهد التكوين المهني ماذا عن التخصص الجديد الذي استفادت منه ولاية عينت موشنت في المتعلق بتحلية مياه البحر نعرف أن الجزاء اليوم تسعى إلى أن تكون هناك العديد من المراكز الخاصة بتحلية مياه البحر لانتشار هذه المحطات بقدر كبير مستقبلا في عدة ولايات من الوطن؟ بالنسبة لهذا التخصص أسبقنا وفتحناه في ولاية عينت موشنت فتحنا أولا تخصص مشتغل محطة تحلية مياه البحر هذا التخصص يعني كنا وجهناه للمستفيد منحة الباطلة يعني اكتم تكوين فوجين في هذا التخصص لمدة تكوين تعم هي 6 أشهر زاولوا التكوين تحهم والحمد لله تحصلوا على الشهادات تحهم وراح نفتحوا كذلك في هذا الدورة في فبراير كذلك هذا التخصص على مستوى مركز تكوين وتمهين للحمام بوحزر يعني هذا بالنسبة للمستوية تنتع تكوين التأهيلية بالنسبة للتكوين المتوجة بشهادة الدولة هناك تخصص جديد كذلك على مستوى الولاية اللي كنا خصصناه في دورة أكتوبر وهو تخصص مستغل محطة تحلية مياه البحر يعني هذا التخصص هو من المستوى الخامس يعني تقني سامي وليكون عن طريق التمهين يعني ما بين المحط الوطني متخصص تكوين المياهني واضح بن عودة ومحطة تحليية مياه البحر ننتظر كذلك على مستوى المحطة ونشرح كذلك في التكوين هذا التخصص يسمح المتحصل على الشهادة يعني بالتدخل في كل ما راح ينتاج يعني تحليية مياه البحر سواء من ناحية التقنية من ناحية التسيير على المحطة إلى غير ذلك هذا التخصص كذلك جديد يعني نعطي كل الأهمية لهذا التخصص لأن الجزائر والسياسة الدولة الجزائرية تعتمد أكثر فأكثر على تحليية مياه البحر يعني هنا كذلك نشير باللي قطاع التكوين والتعليم الميهنيين يعني يتوفر على مستوى الولاية يتوفر على سيد محفظ ربما في سؤال آخر ماذا عن الجانب التطبيقي الذي هو مهم جدا ماذا عن عقد الشراكات بينكم وبين مختلف المؤسسات الاقتصادية لتوفير الجانب التطبيقي للممتهنين بالنسبة للتوفير الجانب التطبيقي للممتهنين هناك عدة اتفاقيات خلال سنة 2023 برامنا 12 اتفاقية ما بين المدرية الولاية ومختلف المتعاملين وهذه الاتفاقيات ندرج عنها إبرام 65 اتفاقية ما بين المؤسسات التكوين الميهني والمتعاملين الاقتصاديين هذه الاتفاقية تسمحت لنا أننا أولا على مستوى تلك المؤسسات كذلك سمحت لنا أن المتربسين في الإستراج براتيك يزولون على مستوى تلك المؤسسات على غرار محطة تحليئة مياه البحر بنصاف كذلك سمحت لنا أننا نشوف اقتراحات نتاع هذا المتعاملين فيما يخص إثراء مدونة الشعب لقطاع التكوين والتعليم الميهنيين وتحيين البرامج هناك اقتراحات ورفعناها للوزارة الوصية سواء لإطراء المدونة أو لتحيين برامج التكوين الميهني حتى تستجيب أكثر فأكثر لحاجية السوق وحاجية المؤسسات التكوينية المؤسسات الاقتصادية من نيد العاملة المؤهلة إذن نعملوه على إبارة أكبر عدد من الاتفاقيات شكرا جزيلا لك سيد رابح بحفص مدير التكوين والتعليم الميهنيين لولاية عينت موشن شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وشكر موصول أيضا لكل زملاء من محطة وهران لضمان هذا المباشر شكرا شكرا إذن نبقى دائما في مجال التكوين والتعليم الميهنيين لكن هذه المرة عن بعد نتعرف على هذا المجال باعتباره طريق للشباب للولوج إلى عالم الشغل والمقاولتية وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور مراد بن موفق المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم الميهنيين عن بعد مرحبا بك سيدي وصباحك طيب مرحبا بك سيدتي جد مشكور جد مشرور متواجدي معكم وأشكركم على هذه الاستضافة مرحبا سيد بن موفق ربما في البداية نعرف المشاهدين عن هذا الإطار الذي يعتمده قطاع التكوين والتعليم الميهنيين التكوين عن بعد ماذا نقصد بهذا المصطلح لا يخفاك سيدتي أن قطاع التكوين والتعليم الميهنيين به ثلاثة أنماطين التكوين هناك نمط التكوين الحضوري والذي يكون على مستوى مؤسسة القطاع سواء كانت مراكز أو معاهد النمط الثاني وهو نمط التمهين كما ذكر زميلي من وليد عينت موشنت حيث يتم تنصيب المتمهينين على مستوى المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة الخدماتية وتزاول دروسها النظرية التكوينية التكنولوجية على مستوى مؤسسة تكوين ميهني سواء كانت مراكز أو معاهد يأتي ثالث نمط للتكوين وهو التكوين وعنبعد هذا النمط أسنداء إلى المركز الوطني للتكوين والتعليم الميهنيين عنبعد في بداية الأمر المركز هذا أنشئ سنة 1984 كان عن طريق المراسلة وسنة 2017 تم استعمال التكنولوجية الحديثة عن طريق الدروس عن طريق القرص المضغوطة عن طريق إلى غاية سنة 2022 وتسيدا لبرنامج سيدة رئيس الجمهورية في توفير خدمات رقمية تم تنصيب منصة رقمية تعليمية لقطع التكوين والتعليم الميهنيين تخص تلقين المهارات والكفاءات عنبعد أي أن طالبي التكوين أو المتلقينين يكون خلف حواسيبهم أو هواتفهم الذكية ويتلقون المعارف المهنية والكفاءات المهنية في هذا الخصوص على أن تكون هناك تجمعات بدايوجية للتطبيق تكون في نهاية كل سوداسي بالإضافة إلى حسب مستوى التكوين هناك خمس مستويات للتكوين هناك المستوى الأول ومستوى الثاني المهارة المتخصص الكفاءة المهنية المهارة المهنية أهلية تقنية وأهلية تقنية سامية بالنسبة للأهلية التقنيسامي التربص التطبيق يكون لمدة ستة أشهر المتلقين أو طالب التكوين يحذر مذكرة التخرج أي تكوين التطبيق لستة أشهر أخيرة من التكوين كل هذه الأنماط التي ذكرتها السيد بن موفق أكيد أنكم تعتمدون على آليات خاصة فيما يتعلق بالانضمام إلى هذا النوع من التكوين كيف تكون مسألة الانضمام وماذا عن التسجيلات وماذا عن دورات التكوين طيلة السنة الفرق بين المركز الوطني التكوين والتعليم المهنيين والباقي مؤسسة التكوين المهني وهو الامتياز الذي اختص به المركز أن التسجيلات تكون مفتوحة طوال سنة أي أنها ليست محددة بدورة نظراء هنا في التكوين الإقامية والتكوين تمهين اختتم التسجيلات يكون يوم 17 فبري على أن تكون هناك امتحانة للانتقاء والتوجيه في الأيام التي تاريها ويكون دخول يوم 25 فبري بالنسبة للمركز الوطني التكوين والتعليم المهنيين عن بعد التسجيلات مفتوحة طوال سنة دون التقيدي بشرط السن ودون التقيدي بعدد المناصب البيداغوجية أو الامتحانات هذه الانتقائية يعني لا يكون هناك انتقاء فيما يتعلق بالتكوين عن بعد لا يكون هناك انتقاء الشرط الوحيد أن نفس شروط الاتحاق لكونديسيون داكسي المطلوبة حسب مدونة شعب الإختصاء للقطاع هي نفسها بالنسبة لتكوين عن بعد عندما وهناك أيضا شرط آخر أن التسجيل يكون عبر منصة مهنتي التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهني التسجيل الأولي يكون عبر هذه المنصة ثم يتم توجيهه إلى منصة المركز الوطني التكوين والتعليم بمجرد إتمام إجراءات التسجيل طالب التكوين يتلقى حسابا خاصا عبر هذه المنصة التعليمية يتلقى اسم مستخدم وكلمة مرور ويباشر دراسته مباشرة هل تمنحون نفس تخصصات التكوين المتواجدة في مراكز التكوين والتمهين فيما يتعلق بالتكوين عن بعد بالطبع سيدتي الشهادة التي يمنحها المركز الوطني التكوين والتعليم المهنيين عن بعد هي نفسها الشهادة التي يمنحها نظارعنا من المؤسسة سواء كانت مراكز أو معاهد المركز الوطني التكوين والتعليم المهني المهني اعتمد هذه الفترة الأخيرة لامتحان الإلكتروني بحيث أن المتلقى ميت نقرش للمركز الوطني التكوين والتعليم المهني يتلقى دورسه عبر المنصة الأرضية لامتحانات السوداسية عبر المنصة الأرضية إلا الامتحاء النهائي الذي يكونه حضوريا وبإشراف من وزارة التكوين والتعليم المهنيين وتكون الامتحانات معدة من قبل معاهد مخصصة لكي تكون هناك أكثر مصداقية للشهادة لكونها نفس الشهادة التي يمنحها قطاع التكوين والتعليم أما بالنسبة لعدد الاختصاصات قطاع التكوين المهني بمدونته 497 اختصاص موزعة عبر 23 شعبة المهلية المركز الوطني التكوين والتعليم المهني عن بعد يضمن 24 اختصاص ونحن نسعى في كل دورة أن نضيف اختصاصات جديدة إضافة اختصاصات جديدة وذلك لخصوصية التكوين عن بعد لأن التكوين المهني يجب أن نتأكد كل تأث أن التكوين المهني هو الحرفة المهنة اليدوية بالنسبة لإختصاصات التي نوفرها حاليا مثلا الإعلام الآلي التجارة الدولية وكالة السياحة والأصفار المحاسبة شهادة الاقتصاد والقانون شهادة تحكم في تقنية المحاسبة تقريبا الاختصاصات التي يوفرها المركز تم إعدادها بطريقة جد علمية تلائم هذا النمط من التكوين ماذا عن المتابعة؟ هل هناك متابعة دورية للممتهنين من خلال المنصة؟ وكيف تتم المتابعة تتم عبر صيغة صيغة الأولى وهي صيغة التحاور لجروب دشات هنا يطرح المتربس انشغاله أو المتلق انشغاله تساؤلاته تساؤلاته الأمور التي فيها غموظ أو مبهامة ويتم التجاوب معه عن طريق أساتذة؟ نعم عن طريق أساتذة الطريقة الثانية هي طريقة هي التجمعات البداغوجية التجمعات البداغوجية تكون حضوريا عند نهاية كل سدسي هذه تمكننا هي إجبارية؟ نعم إجبارية هذه التجمعات ولكن هذه فترات قصيرة قصيرة هذه تمكننا من التكفل الأمثل بمتربسين أو متلقين بحيث يطرحون انشغالتهم ونتأكد أيضا من أن المعلومة التي زودت لهم عبر الأرضي تم اكتسابها قد تم اكتسابها هناك أيضا في بعض المديريات الملحقة التي نسعى إلى تعميمها يتم التواصل سواء عن طريق تطبيق جوجل ميت أو عن طريق تطبيق زون وهذا دائما من أجل تسهيل توصيل المعلومة والكفاءة إلى متلقينين دون عناء التنقل لا يخفك أن شعار المركز الوطني التكوين والتعليم المهنية للنبعد هو تعلم متى شئت وحيثما كنت لديكم فروع على المستوى الوطني سيد بن موفق لدينا تسع مديريات جهوية موزعة على القطر الوطني ويتعلق الأمر بالملحقة الجهوية وهران ملحقة الجهوية الشلف ملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة ملحقة الجهوية بقسنطينا ملحقة الجهوية سطيف ملحقة الجهوية عنابة ملحقة الجهوية ورلا وملحقة الجهوية ببشار وتم مؤخرا المصادقة على فتح ملحقتين جهويتين واحدة بأضرار والثانية بشلف على أن يتم فتح ملحقات أخرى بطمر راست هل توفرون الجانب التطبيقي سيد بن موفق؟ نعم نوفر أولا دعيني أسرح لك أن هناك ثلاث سياغة للتكوين عن بعد السياغة الأولى وهي تتعلق بالتكوين القاعد التكوين القاعدي هذا نفس مدونة قطاع التكوين والتعليم المعيني عندنا سيغة ثانية وهي سيغة التكوينات التأهيلية التكوينات التأهيلية وهي موجهة مثلا للشباب حاملية المشاريع تكون قصيرة المدى وتكون حسب طبيعة المنطقة مثلا لو أخذنا مؤخرا فتحنا اختصاصين جديدين يتعلقوا بتقطير ماء الزهر وماء الورد في قسنطينة وفي البوليدة هناك اختصاص تعلقوا بالجانب الفلاحي الزراعات تحت الصوب هناك مثلا مؤخرا في دورة في ديسمبر تم فتح اختصاص تربية سمك البلطي علما أنه من أولويات رسمية سياسة العمومية في البلاد بحيث أنه تم تخصيص مبالغ دعم في قانون المالية لسنة 2024 لمربي سمك البلطي إذن المركز الوطني التكوين التأهيل معين في صيغاته هي التكوين التأهيل متواجد تم فتحها مؤخرا كتخصص جديد تخصص جديد بولاية تيزي وزو هناك أيضا التكوين المستمر والذي يخصصه مركزنا للشركات والمؤسسات العمومية مثلا عندنا اتفاقية مع شركة نفطال شركة سونالغاز الخطوط الجوية الجزائرية وهذا ضمن إطار تحسين المستوى ورسكلة الموظفين نعم على هامش الأيام التي 30 جنوبي ننظم قطاع التكوين والتعليم المهنيين أياما دراسية تخص علاقة القطاع بالمحيط الاقتصادي تم توقيع اتفاقية مع مكتب تجديد الاقتصاد الجزائرية لأرباب العمل وذلك من أجل تحسين مستوى موظفي المؤسسات التابعين لهذا التنظيم يعني تمنحون حتى هذه الميزة المتعلقة بتحيين وتطوير أداءات مختلف الموظفين على مستوى المؤسسات الوطنية المختلفة بتعدد تخصصاتها بالتأكيد سيدتي هناك إضافة إلى مدونة الاختصاد والشعب التأهيلية لقطاع التكوين والتعليم المهنين عندنا مدونة خاصة بنا هنا يتم إعداد البرامج من طرف الخبراء بالتنسيق مع الشريك الاقتصادي حسب متطلباته وهي سيلة فورماسيو على كارت التكوين عن طريق البطاقية يأتيك صاحب العمل يقول لك أنا خصني هل كفاءة الكفاءة أنا على سبيل المثال بالنسبة للميكانيك أن هذا التور أراه خصني الأهل الموظفين تعيلي أنه عنده القاعدة ولكن ظهر تجهيز جديد نجده الكفاءة في التحيين فقط حسب الطلب حسب الطلب نتكلم عن الجانب التكويني كنت سألتك في هذا الموضوع سيد بن موفق هل يتوفر بالنسبة للممتهنين في مختلف التخصصات على مستوى المؤسسات الاقتصادية هل توفرون هذا الجانب للممتهنين نحن نمط الذي يتعلق بالتكوين القاعدي عن بعد المتمهنين هناك مؤسسات القطاع نحن نتكفل بفئة طالبي التكوين سواء من الموظفين أو من العمال بالنسبة لباقي الشباب هناك الإختصات التكوينية القاعدي عندنا بالنسبة أيضا للشباب الراغبين في إنشاء مؤسستهم المصغرة أو مؤسستهم الناشئة عندنا تكوينات تأهلية مثلا إعادة تدوير الورق رسكلة النفايات في مجال الرسكلة نعم هناك جميع الإختصات مثل مسير المقاهي ومسير المطاعم نوادي المحترفة في تصوير الاحترافي عندنا ملتقط الصوت وملتقط الصورة هناك عيدة إختصات التوفر على مدد التكوين تتراوح بينه؟ بالنسبة للتكوين القاعدي نفسها نفس المذكورة في مدونة الإختصات إذا كان في مركز التكوين المهني يدير في اختصاص عون إدراج البيانات سنة بالنسبة للتكوين عن بعد سنة إذا كان تقني سامي 30 شهر بالنسبة للمركز 30 شهر نفس الفترة بالنسبة للتكوينات التأهلية تتراوح من خمسة أيام إلى شهر إلى شهرين حسب طبيعة التكوين لأننا عند إعداد برامج التكوين يجب أن نلم بجميع المقيس وجميع الكفاءات إذا كانت تلك الكفاءات تطلب فترة يومين يتم إدراجها في يومين مع مراحات جميع الجوامب البيداغوجية من السهر إلى الصعب من المجرد إلى الموضع بحيث يكون التلقين على أسس علمية يتخرج المتلقين بجميع الكفاءات ويختم بامتحان نهائي يكون حضوري على مستوى المركز بالطبع مدة التكوين اختتم التكوين يكون عن طريق امتحان حضوري تشرف عليه وزارة التكوين والتعليم المهنيين ليكون نفس الشهادة التي يتحصل عليها نظرأنا في القبع من خلال مدتكم هذه التي تعتبر مدة معتبرة فيما يتعلق بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد كيف تقيمون إقبال ليس فقط الشباب ربما الميزة الإيجابية في هذا النوع من التكوين أن حتى الموظفين الذين يرغبون في التكوين في مجال محدد يمكنهم ذلك كيف تقيمون درجة الإقبال على هذا النمط من التكوين والله يا سيدتي إقبال الأرقام ليست معي بالتدقيق ولكن لاحظنا تطور كبير في عدد المتحقين بالتكوين عن بعد لما يوفره من سهولة ومرونة في تلقي المعارف مؤخرا فقد تم تكييف تطبيق الأرضية الرقمية على الهواتف الذكية بحيث أن المتلق يمكنه واختنام فرصة تنقله في الوسائل العامة ومراجعة الدروس هذا دائما في إطارة سهلات التي يقدمها المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنين البارحة فقط لا أخفيك كانت عندنا زيارة للاتحاد الأوروبي من أجل تبادل الخبيرات والله يا سيدتي تفاجأوا بدرجة تطور الجزائر في هذا المجال بحيث أن في الحوض المتوسطي تقريبا البلد الوحيد الذي يوفر أرضية رقمية للتكوين المهني هناك جامعات افتراضية هناك التربية الوطنية عن بعد ولكن التكوين المهني تأكد سيدتي بأن البلد الوحيد في هذا الحوض الذي يوفر أرضية رقمية للتكوين المهني وهذا دائما ضمن لأن رسمي السياسة العامة في البلد يريدون أن يوصلوا التكوين لجميع فئات المجتمع يجب أن لا تقصى أي فئة بحيث تم تخصيص التكوين للمرأة الماكثة في البيت المرأة الريفية نزلاء المؤسسات العقابية يتلقون أيضا معارف تمهينية عن طريق وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالنسبة للموظفين في الإدارات العمومية دائما يشجع تحسين المستوى بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية تقريبا قطاع التكوين والتعليم المهنيين قطاع يفرض نفسه على جميع القطاعات فيها ضمن هذه الاستراتيجية سيد بن موفق أنتم أيضا تحاولون توفير التخصصات التي تتماشى والتقنيات الحديثة العصرانة التخصصات التي تستقطب الشباب أيضا اليوم تكلموا ربما على تخصص التكنولوجيات الحديثة في الطاقات المتجددة هل توفرون هذا التخصص؟ وإلى أي مدى هناك تخصصات تمنح مناصب شغل مستقبلا للشباب والله يا سيدتي ما مؤخرا تم توقيع اتفاقية بحيث كوننا العديد من المؤسستين كوننا لهم العمال تحم في تركيب الألواح الشمسية عندنا مثلا في المحق الجهوية في السطيف كوننا مؤخرا فوجين في تصليح الهواتف الذكية نحن نواكب تطور أي اختصاص مطلوب في سوق العمل وفي سوق شغل طلبه الموحد الاقتصادي نحن نستجيبه وبسرعة وماذا عن تحيين البرامج التكوينية فيما يتعلق بالمنصة وجميع التخصصات خاصة بالنسبة للخصصات التي تشهد تطور كبير في العالم والله تزروبت تعنا جد 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 فتية في ميدان منصة تعليمية لأنه ركز عليها القطاع صراحة بعد جائحة كورونا وين العالم كامل شهد إقفال وتم التوصل بأن التكوين عن بعد أو التعليم عن بعد أو العمل عن بعد لوتريت رفايوسي هو الحل في مثل هذه الحالات أدخلنا ضمن الأرضية الرقمية تقريبا 27 اختصاص ونحن نسعى لتكييف تلك البرامج من أجل إدخال ما يمكن إدخاله وبصفة جد مستعجلة ضمن هذه الأرضية الرقمية دون أن ننسى الورشات المفتوحة لأن قضية تحيين مدونة قضية قطاع والقطاع أنا جد متأكد على بالي لأننا نحضرنا عدة اجتماعات مع القطاعات الأخرى التي طالبها هي اختصاصات جديدة كانت اختصاصات تم التشبع فيها كانت اختصاصات ظهرت جديدة مثلا فيما يخص تحلية مياه الباحر مثلا الإنتاج الصيدلاني كان عدة اختصاصات سوف بمجرد المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية سيتم إدراجها بالأرضية الرقمية ماذا عن المكوينين سيد بن الموفق؟ من الامتيازات لتخص المركز الوطني التكوين والتعليم المهنيا عن بعد أن المكوينين اللي رأينا نتعقده معهم لأن المركز ما عندوش مكوينين دائمين دائمين أننا نتعقده مع الخبراء في المجال ولدينا تقريبا ألف ومئتين متعاقد من أساتذة القطاع بالنسبة للمركز وين يكون احتياج في اختصاص نتعقده مع المكوين للفترة المطلوبة فقط هل يتم تحديد تخصصات لمناطق معينة أم هي مفتوحة لكل المواطنين المتواجدين عبر ربع الوطن؟ الاختصاصات مفتوحة لجميع المواطنين وطالبي التكوين على مستوى التراب الوطنين هنا فقط أريد إضافة أن عندنا اختصاص تم تطويرهم أخرا لفئة ذوي الهمم وبالخصوص فاقدية البصر تحمى إدراج اختصاص بالتنسيق مع الدكتور هو أيضا فاقد البصر في ميدان قليل البراي لا عن طريق عن بعد يكون صوتي تم إعداد برنامج عن إدراج البيانات لهذه الفئة إذن ركي تشوفي بالمركز أيضا راه يستجيب لسياسة القطاع في عدم إغفال أو إهمال أي فئة مهما كانت رح نسعى وندير اختصاصات أخرى لذوي الهمم وذلك دائما من أجل تسهيل ولوج الشباب إلى التكوين بالعودة إلى التوجه الشباب الراغبين في التكوين والتعليم المهنيين عن بعد وربطهم بمجال المقاولاتية إلى أي مدى أنتم تسعون إلى ضبط ربما هذا التكوين والتعليم في هذا المجال ومدى أنكم ترافقون هذه الفئة لإنشاء مؤسستهم الخاصة نرجع للسؤال التي ترحتها من قبل هنا عبر المركز الوطني والتكوين والتعليميين عبر تواجهه على مستوى القطر الوطني كل ملحقة جهوية عندها الحق تدير الإختصاصات المطلوبة في تلك المنطقة جميل وهذا استجابة للشباب حاملين المشاريع لأنه بالنسبة لهيئات الدعم سواء كانت الكناك لاناد لونجام كانت تعتمد على الكارتوغرافي على الخريطة تحتاج الاختصاصات التي لازم تكون لأنه نشاط اقتصادي وما يكون نشاط اقتصادي عشوائي لأنه يكون استجابة لاحتياجات تلك المنطقة هنا دلنا الاختصاصات التي تلائم كل منطقة وتتكلمت على هذا النقطة أنه احترام الخصوصيات والاستثمار في مقويمات ومكونات كل منطقة هذا يسمح بإدراج تخصصات جديدة ربما تعرفوا قليلا على مشاريعكم المستقبلية ما الذي يطمح إليه المركز الوطني للتكوين والتعليم المهني ما هي الأفاق ربما المستقبلية القريبة المدى وحتى البعيدة المدى والله سيدتي بالنسبة للقريبة المدى نسعى إلى مرافقة المؤسسة الاقتصادية لأن رسمي السياسة العمومية يلحون على الإنعاش الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي نحن نسعى إلى مرافقة هذه المؤسسات بالتكوين المتواصل بحيث أسدينا مؤخرا تعليمات لمضرأ الملحقات الجهوية على أن تكون لدينا قائمة جميع المؤسسات وعلى أن يرافقوا مصالح التكوين لتلك المؤسسات في إعداد برنامج التكوين لأن كل مؤسسة عندها احتياجاتها كان يقدر يحدد الاحتياجات كان المؤسسة المهيكلة كان المؤسسة لماذا يشم مهيكلة فعلا لا تعرف كيف تدير مخطط التكوين رحوا رفقوهم نشوفوا نقاط النقص نقاط القوة نقاط ضعف التحم وين لازم يحسنوا التكوينة لازم يديروها الإخصصات لازم يديروها رننا نسعى إلى مرافقة هذه المؤسسات عدنا أيضا الاتفاقية اللي قمنا بها مؤخرا معا سواء مع مجلد تجديد الاقتصادي الجزائري سواء مع الجمعية السياحية أيضا في تيزيوزو قمنا شهر الفارض بتوقيع اتفاقية مع جمعية أكفادو للسياحة الجمعيات أيضا وذلك من أجل اختصاصين الأول هو مرشد سياحي في الجبال و أنجيدا أي مشروع أي توجيه للسياسة العمومية يجب أن ننخرط فيه وبكل مصداقية ماذا عني الجانب الترويجي ربما والتعريفي لهذا النمط من التكوين والله يا سيدتي الإذاعة للتلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية مشكورين جدا لأنهم دائما يرفقون في عملية هذه العملية التحسيسية العملية التعريف أهمية الإختصاصات أهمية قطعة التكوين والتعريم المهنيين أهمية التكوين عن بعد لأنه حقيقة ما زال التكوين عن بعد موصل لجميع الفئات ما زال موظفين يقدروا يتحصلوا على ترقيات عن طريق موزولة التكوين عن بعد الجزائر تشجع التكوين الجزائر تشجع تحسين المستوى لأن في حق الحال العنصر البشري هو فائض هو خالق فائض القيمة واخذنا تجهيزين بشخصين مسيرين مختلفين نجد أن مرضوض هذا التجهيز يكون أفضل من مرضوض هذا التجهيز حسب تكوين هذا الشخص لماذا؟ لأن الكفاءة التي تحصل عليها الشخص الأول ليست الكفاءة التي تحصل عليها الشخص الثاني وبالتالي الآلة كما تمشيها تمشي أكيد ولكن تجد أن الآلة الأولى مرضوضها أكثر من الآلة الثانية لأن خالق الفائض القيمة هو المورد البشري ولهذا الدولة ستثمر في المورد البشري وبهذا النقطة سيد بن موفق نعرف أن الاستراتيجية الحالية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين أنه يتوجه نحو النوعية وليس الكمية وفقط نعم سيدتي النوعية والنوعية والنوعية هي النوعية والكمية الكافية تسمى الفائض لا يكون ولكن تكون النوع الكم والكيف من خلال هذا المعادلة التي يحاول القطاع أنه يتوصل إليها إلى توفير يد عاملة مؤهلة وكفأة أيضا نعرف أنه في سياس القطاع اليوم من خلال كل هذه التكوينات التي توفرونها تحاولون أيضا إدراج بعض التخصصات التي تواكب أيضا العالم الافتراضي اليوم نعرف أنه مجال التكنولوجيات الحديثة توسع وتشعب هل تفكرون في إدراج مثل هكذا تخصصات والله سيدتي سنعود لك لأن قطاع التكوين والتعليم المهني كما كنت تقول هو خزان وليدي العاملة لو أخذنا مثلا أي مؤسسة أو أي نجد أن 80% من المستخدمين يكونون خريجي قطاع التكوين والتعليم المهني سواء أعوان تنفيذ أعوان تحكم أو أعوان تسير تبقى هو اللي يكون لأن إذا ما كان 80% اللي راح يخطط نعطيك مثال بسيط المهندس يدير مخططات تصاميم ولكن إذا ما كانش منتوج التكوين والتعليم المهنيين تبقى تلك المخططات وحبيسة الأدراج فعلا ما كانش لنفذها من البناء إلى النجزار إلى الكعربائي إلى السباغ إلى المركب يعني مختلف المهن المتوفرة حاليا يجب أن تتغير النظرة الشباب إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين لأنه قطاع منتج وفعال في الاقتصاد والبلاد الدكتور مراد بن موفق المدير العام للمركز الوطني لتكوين والتعليم المهني عن بعد شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات الشكر موصول لك ولطاقم الحصة ولمؤسسة الوطنية للتلفزة الجزائرية وبهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام عدد اليوم من هذا الصباح تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر